السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من برنامج زمالكاوي على قناة نادي الزمالك يعني مرة واثنين وثلاثة مش عايز الجمهور يزعل خالص من هزمة مبارح تعرفين مبارح تقريبا تقريبا صح يا جماعة ركزوا معايا كده كانت اول مباراة بعد رمضان تقريبا دي اول مباراة لنا بعد رمضان صح كان اخر مباراة لنا كانت قابل قابل عيب بيوم صح اخر يوف كان استر كامباني فاتغلبنا اول مباراة بعد رمضان فده يدل ان ربنا راضي عننا ان احنا كنا الحمد لله بنكسب في رمضان حصل لنا كده هفوة بعد رمضان ما فيش مشكلة بتحصل فان شاء الله بإذن الله طبعا بهزر معاكم وبحاول يعني النكد اللي احنا كنا فيه كلنا ببارع كزامالكوية وزعانا على خسارة التلات نقط وبسم الله ان شاء الله كمان النهاردة كسب واحد صفر بهدف فخر الدين بن يوسف والعيب اتطرد من مقاصة مصر المقاصة اللي يعني ايامه اصبحت معدودة في الدورة العام المصري نظر للظروف المالية الصعبة اللي بيمر بيها على العموم يعني عايز اقول بس الجمهور الزماليك والله والمجلس الادارة والمستر فريرا الكورة انا لسه سايب دلوقتي كنت عمال اتفرج على منشستر سيتي كسبان كنت سايبه كسبان اربعة واللي جاب الاربعة دي بروين يعني بقى خمسة كمان يعني جايب سوبر هاتريك وخلاص يعني النهاردة رسميا كده منشستر سيتي بطل الدوري لان خلاص يعني في الاهداف الاكتر لصالح طبعا منشستر سيتي وفرق ثلاث نقط ومحتاج بقى في الماتشين الجايين تعادل وهزيمة او اتنين تعادل الموضوع صعب يعني والتاني والليفر بول يكسب الماتشين فالموضوع مش سهل يعني لكن في النهاية برضو ليفر بول عامل موسم اكتر من رائع يعني اتكلم على بطل كاس انجلترا بطل ربطة المحترفين في ممكن يعني عنده ماشنوم السابتة امام تشيلسي وعنده النهائي يوم اه اه 28 طيب اه كمان اه يعني انا بتكلم كالعيب كورة وبتكلم كاجواء احنا عايشينا كلنا كزمال كوية هل انتوا تفتكروا يا جماعة يعني هنحط احنا في دايرة المنافسة احنا معانا اتنين فرقتين اه بنفسهم وبنفسونا على من يكون بطل الدول تمام فرقة شعبية زي النادي الاهلي تمتلك جماهيرية كبيرة وفرقة زي بيرامدس بتمتلك الوفرة المالية ولكن لا تمتلك الجماهير تمام الفرقتين عندهم استقرار اداري يعني عندهم مجلس منتخب خلص الفترة بتاعته وتم انتخابه مرة اخرى بقايمة كاملة وبيرامدس عنده رئيس نادي اه اماراتي وعنده اه مجموعة بتدير هذا النادي اه مصريين وعنده العيبة بتتقاضى اجرهم في التوقيت ونفس القصة بالنسبة لنادي الاهلي فما فيش مشكلة في الادارات مستقرة وما فيش مشكلة في الفلوس في استقرار تمام جي بداية الموسم الماضي ده النادي الاهلي دعم فرقته بلعيبة والنادي بيرامدس دعم فرقته بلعيبة وجنف يناير تم تدعيم الفرقة ايضا بلعيبة عطاقة بيرامدس دعم مثلا لعب زي طوري كان بلعب في طورة الامر الافريقية لعيب في وسط الملعب ووليد الكارتي جاي من بداية الموسم وا 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 احنا اه اه عندنا اه اه عدم استقرار عندنا كان مشاكل مالية كبيرة جدا الى ان كان عندنا انتخابات وانتخابات شارسة مش انتخابات سهلة كان انتخابات يعني فيها شد وجذب وكانت اه بعض القنوات متبنية الانتخابات دي اللي معها واللي ضد اللي بيحب اللي بيقرأ اللي معها قايمة يعني في النهاية نجح المنصر المرتضى بقايمته بالكامل وابتدى يلاقي يعني يحاول يلاقي موارد مالية يستطيع من خلالها انه يدي العيبة حقوقها وكمان فيه موظفين شغالين في النادي وفيه قطع ناشئين وشباب وفيه كرة يد وفيه كرة طايرة بتادينا بقا نصرف على كرة الطايرة ونجيب العيبة فاخدنا دوري وكاس بتادينا نحاول ندعم كرة السلة بعد الصعوبات اللي تحطت لينا بعد ما أصبحنا أبطال دوري بقا لازم عشان تجيب بطل الدوري عشان نجيب اه 3-4 العيبة لازم يدفع له 20 مليون جنيه لاتحاد الكرة السلة يعني اللعب التاني عليه 4 مليون والتالت مش عارف عليه 5 مليون والربع يعني حيات فكأن بطل الدوري ما ينفعش يدعم فرقته ودي أول مرة تحصل في أي حتة في العالم يعني مش شفتاش أمريكا ولكن ده ده قرار اتحاد كرة السلة وبالتالي ده خلص علينا بجانب ان احنا كان عندنا أنس أسامة من بداية مصاب وكان عندنا وولتر هوجي ميشي وكان المدرب بتاعنا اللي خدنا مع بطل الدوري النادي الأهلي حلي في عينيه فرح جايبه ودي له يعني يعني مرتب ثلاث أضعاف اللي كان بياخدوا في نادي الزمالك وكمان نادي الزمالك مهابي ياسر العيب المميز جدا سافر يدرس في أمريكا وكان قابليها أيضا متواجد بيدرس في إحدى الأكاديميات في السنغال واعتقد أنه رجاء الأيام اللي فاتت دي هيكون متواجد إن شاء الله فاخدنا بطولة أفريقيا بعد كده كورتلياد الحمد لله اه اتحطلنا كل شوية اتحطلنا ماتش يعني أنا عمري ما شفت اه يعني فرقة بتلعب بالأهلي زي فرقة كورتلياد يعني ممكن يلعبوا بعضها مثلا ايه 15 مرة في الموسم يعني وتلعبوا حاجات كده غريبة بتدخلق يعني زي السوبر المصري ده يعني ولا في ولا في البال ولا في الخاطر يعني أنت رجل بطل الدوري أنت زمالك بطل الدوري وعندك فرقة سبورتنج بطل الكاس والأهلي خرج من سبورتنج من الكاس في دور التمانية وبعد كده وصل للنهاية وكسب الزمالك في الدور المباراة النهائية فالسوبر مكتوف في الورق كده اللي واحد اللي بتيجي بطل الدوري مع بطل الكاس حصل بقى تأليفة وطبعا أنتو عارفين التأليفة بطولة مين فرح مدخلين أهلي وبتاعه عشان السوبر فالزمالك كسب السوبر الزمالك بقى رايح يلعب بطولة أفريقيا وبيلعب الأيام دي يعني النهاردة كسب أعتقد كمان فارق 20 هدف والغريبة أنه كسب 43 23 الفريق الفريق التاني حارس مرماء اللي خد 43 هدف خد مانوف زماتش يعني يعني والله دي جديدة برضه يعني تخيلوا إحنا كسبانين 43 23 يبقى حارس مرماء الفريق الآخر هو اللي ياخد مانوف زماتش ويطلع ياخد الجايزة ويحضن أسرته وبتاع يعني هو كان منظر لذيذ بصراحة وحاجة مشجعة لكرة اليد في أفريقيا يعني لكن هي حاجة غريبة أيضا أن لعب حارس مرماء يخش مرماء 43 هدف وياخد مانوف زماتش دي جديدة وما فيش ولا لعيب من الزمالك ياخد مانوف زماتش يعني فنلعب السوبر فالسوبر إبقى الزمالك ما عندوش ولا لاعب محترف الزمالك ما عندوش ولا لاعب محترف و و و وانتو عارفين كمان أن الزمالك في وقت من الأوقات كسب النادي الأهلي وهو عامعه اتنين محترفين كان جابه لعيب محترف كده من من اعتقد من كوبا على ما اتذكر يعني ولعب مع النادي الأهلي بجانب المحترف الجزيري المحترف التونسي واحد من افضل لعيب التونس في كورة اليد متواجد مع النادي الأهلي الاتنين دول بيلعبوا مع النادي الأهلي و بيلعبوا معه وزمال الكسب برضو المراحوا هناك بقى تم اضافة ثلاث محترفين منهم لعيب محترف مجنس بالجنسية القطرية وهو اساسا من كوبا لعيب كويس جدا انضم النادي الأهلي بجانب ايضا لعيب اخر المحترف بجانب ايضا حارس مرما سبورتنج واحد من افضل الحراس الموجودين استعانوا به كاعارة في البطولة دي بس وهنا برضو يا جماعة من ضمن حاجات الاتحاد الدولي بيعملها في كورت اليد بالقاسة الدكتور حسن مصطفى مع كل الاحترام والتقدير لي يعني عمركم شفتوا يا جماعة احتراف في الدول يعني عمركم شفتوا لعيب يقدر يلعب لخمس منتخبات ده نظام محتوط من قبل كابتن حسن مصطفى مش عارف مين اللي قال له ده تطوير للكورة كورت اليد يعني يعني انت مثلا عندك مثلا لعيب يلعب لمنتخب فرنسا فيقعد يلعب مثلا سنتين ثلاثة لمنتخب فرنسا وبعد كده يقعد سنتين مايلعبش لمنتخب فرنسا فيروح يلعب سنتين ثلاثة لمنتخب قطر وبعد كده يقعد سنتين مايلعبش وبعد كده يروح يلعب سنتين ثلاثة لمنتخب البرازيل وبعد كده يقعد ثلاثة اربع سنين مايلعبش وبعد كده يعني يعني كل سنتين ممكن تغير المنتخب بتاعك ده نظام حطه الاتحاد الدولي لكرة اليد وبعد كده وانت رايح بطولة ممكن تستعين بتلات اربع لعيبة محترفين تضمهم لفرقتك يلعبوا معك اسبوع ويمشوا ويرجعوا تاني لفرقهم ده موجود في ألعاب الصلاة وفي كرة اليد بالزد فطبعا نادي الزمالك هزم واتغلب في كأس السوبر من طبعا نادي الاهلي بفارق هدف 32-31 رغم ان الزمالك كان طوال اللقاء هو المتقدم على النادي الاهلي ولكن في اخر دي اتن بالزبط استطاع النادي الاهلي انه يتقدم على نادي الزمالك وده وارد فكل الاحترام وتقدير لفرقتنا اللي عندها عشرة سوبر وده كان تاني سوبر بالنسبة للنادي الاهلي وتأهل من خلاله لكأس العالم لكرة اليد للاندية وبالتالي سبعة سوبر سوبي وبالتالي ما عندناش مشكلة لان الرياضة مكسب وخسارة احنا ما عندناش مشكلة في القصة دي خالص ما عندناش مشكلة في القصة دي خالص بس يعني ومن حق اي جمهور في الدنيا منتمي الفانيلا انه يفرح بانجاز فرقته فانا انا راجل زمالكاوي كنت بلعب كرة في الزمالك شفنا شيكابالا بيروح كل المتشاط في كل المتشاط الفرق طايرة بتاع فتلاقي برضو ناس بتنتقدوا عشان بيروح المتشاط دي فمتعرفش ليه بينتقدوا ليه يعني وبعد كده تلاقي برضو ما الزمالك كسب في الطايرة دا وليو كاس او كسب مثلا في كرة اليد تلاقي الناس تنتقدوا يقولك يا عم انتو بقيتوا تشكعوا الصلاة وسبتوا الكرة عشان مش فالحين في الكرة فبقيتوا تشجعوا كرة الصلاة يعني معين برضو الناس بتنسى يا جماعة ويمكن بعض عنده زاكرة السمك اللي هما ما بيفتكروش الزمالك بطل الدور يا جماعة الزمالك بطل الدوري لكرة القدم يا جماعة الزمالك بطل الدوري لكرة القدم الزمالك هو حامل اللقب حضرتك والله انتو مش فالحين في أفريقيا وبتاع ده رضع بعال وقبل كده خالد الغمدور قال لك ايه الله العزيز قال لك بطولة أفريقيا اضعف من بطولة الدوري يا عم النازل طب وانت طب بطولة تاخدوش طيب أفريقيا ليه بقالكو عشرين سنة طب الله طب ما انت شايف ان أفريقيا جامدة قوي كده والدوري ده اي كلام خسرته ليه السنة اللي فاتت ده اللي اي كلام يعني دي بطولة ضعيفة على ما تفرج يعني يعني بطولة ضعيفة فانت ما خدهاش ليه لان اللي ما بيفهمش كرة او ما بيقدرش يستوعب يعني ايه كرة ويعني ايه رياضة المطشط ملهاش كبير والبطولات مفيش أقوى مفيش أضعف لكن الاستمرارية انت عندك في الدوري المصري 34 اسبوع وعندك في بطولة افريقيا مطشط من الآخر بتبقى مطشط قوية بداية من دور التمانية احنا ما عندناش غير ست سبع فرق في افريقيا كلها هم اللي جمدين عشان كده هتلاقي الوداد بقى له مش عارف تمان سنين بيوصل دور قبل النهائي والرجاء تمان سنين والترجي سنتين مع وراء بعض والاهلي ادي تلت سنة وراء بعض يعني وتلاقي سندوز بيوصل دور التمانية او دور قبل النهائي وتلاقي الزمالك بيوصل مرة النهائي بيوصل مرة الدور قبل النهائي بيوصل ياخد كونفدرالية الزمالك طبعا عنده مشكلة في عدم الوصول للمباراة النهائية لانه فرقة كبيرة فطبعا ده تقصير ولكن برضو معلش اللي عنده زاكرة السمك حضرتك الدين استقرار استقرار إداري الدين استقرار مالي الديني قدرة على المحافظة على العيب انا راجل بصدر لعيب البر انا راجل ما عنديش مشكلة عندي مصطفى فاتحي محترف في السعودية مقصر الدنيا عندي مصطفى محمد راح جلطة سراي وعمل طفرة ويمكن يتبع لنادي تاني وبسيبه في وسط الموسم في وسط الموسم وباخد الدوري برضو يعني افضل اتنين لعيبة عندي مشوا فرجاني ساسي ومصطفى محمد الهدف بتاعي وخدت الدوري برضو ودلوقتي حضرتك حضرتك انا متصدر الدوري حضرتك انا متصدر الدوري كنا السنة اللي فاتت دولي نفس الكلام انا متصدر بتقولي تعامل متصدر ايه انا ما خلص مطشاتي هعديك فما رجع النادي الاهلي ابتدى يلعب مطشاته وما عدنيش ما عدنيش انا اللي عديت انا برضو انا مخلص الدوري فرق ست نقط على فكرة السنة اللي فاتت انا السنة اللي فاتت مخلص الدوري فرق ست نقط حد يقولي انت جاهل ما تفهمش حاجة احنا اربع نقاط لا يا باش انا بتكلمك اما وصلنا للمطش قبل الاخير كان فرق ست نقاط خلاص فانت دي تكسب المطش الاخير وانا تعادل فبقى الفرق اربعة ده لا يحسب بالنسبالي ان خلاص انا نهيت الدوري قبل الاسبوع الاخير وانا فارق عنك ست نقاط فالمطش الاخير ده احتفالي الاحتفالي حصل في ايه بقى ايا محمد مجاهد راح بقى شيكابالا تمن تمن مطشات بقوا تسعة ايقاف تمن مطشات النهاردة دلوقتي عندك امام عشور موقوف المطش اللي فات طرق حمد موقوف محمود علاء موقوف اشرف بن شرقي مطرود الونش مطرود اه اوباما موقوف كل ده متحكيم ده كل ده في سبعتاشر تمنتاشر اسبوع كل ده ايقافات مع طرد العيبة وتيجي برضو البعض يقعد يصدر يقول لك الزمالك بتحسب له ضربات جزاء في الزمالك بتحسب له ضربات جزاء ففي الدوري ما بتحسب لهش في افريقيا تخيلوا يا جماعة الزمالك في افريقيا ما تحسب لهش ولا ضرب الجزاء وفي الدوري ما حسب له سبعة مع انه هما تمانية مش سبعة فتيجي فتيجي تكلم بالعقل وبالمنطق فتقول له ايه على فكرة يا جماعة الناس بس بتعطي قانون كأنه ايه اسقاط لفكرة ان الزمالك بيت جامل من الحكام في مصر وحكام افارقا اللي هما بسم الله ما شاء الله ما بنعتردش عليهم خالص احنا الحكام في افارقا يعني مؤمنين بهم ايمان تام يعني وكده وبسم الله ما شاء الله عليهم يعني فتيجي فتيجي تقعد كده بالعقل تفكر فتقول ان الزمالك لعب 18 ماتش زيادة 4 ماتشات عن المنافس الاهلي 18 ماتش ب8 ضربات جزاء المنافس بتاعي 14 ماتش ب6 ضربات جزاء شوف الفرق يعني شوف الفرق يعني الاهلي محسوب له 6 ضربات جزاء والزمالك محسوب له 8 ضربات جزاء دف 18 اسبوع ودف 14 اسبوع ما يجي بقى حد برضو يقعد يصدر لك حاجة عشان يوهمك بحاجة مش موجودة على الارض الواقع طبعا ضربات الجزاء احتسابها او عدم احتسابها ده بقى بيعود لصحتها او عدم صحتها يعني يتحسب لك 40 ضربة جزاء بس المهم اللي 40 سلام ولا مسلام يتحسب لك ضربتين جزاء طب ممكن يتحسب لك 8 ضربات جزاء بس فيه ضربة جزاء ما تحسبت ليش زي مثلا عمر السعيد ماتش استر كامباني اللي هو يوم وقفة العيد ضربة جزاء مليون في المية اقل منها قابليها كانت هدف التعادل للنادي الاهلي بضربة جزاء لمحمد محمود بعدها 24 ساعة ما تحسب ليش ضربة الجزاء اللي هي اقوى من اللي قابليها وكانت ممكن تخسرني نقطتين لان انا كسبت في الديئة 93 و94 من الوقت الضايع لزيزو وبالتالي نيجي بقى في افريقيا الزمالك لم يحتسب ليه اي ضربة جزاء في افريقيا طب وانت انت ليه عايز تودينا ان الزمالك بيتجامل في افريقيا طب انا هقول لك اهو الاهلي لم يحتسب له اي ضربة جزاء في افريقيا هتقول لي اين اللي انت بتقوله ده هقول لك انا لعبت سيبكم بقى من دورة 32 وبتاع الاهلي تحسب له ضربة جزاء في النيجر وبتاع الستة واحد وواحد وواحد فريق النيجر في دور المجموعات دور المجموعات الزمالك لعب ستة ماتشاط معه 3 فرق طبعا هو لعب 3 ماتشاط برا ارضه ولعب 3 ماتشاط على ارضه النادي الاهلي لعب 4 ماتشاط على ارضه ولعب ماتشين برا ارضه لأنه لعب مطشين المريخ على أرضه تمام ولا ضرب الجزاء للنادي الأهلي في أفريقيا في دور المجموعات ولا ضرب الجزاء للنادي الزمالك في أفريقيا في دور المجموعات طيب مين اتظلم مين اتظلم بقى في دور المجموعات مين اتظلم يا جماعة الزمالك هو مش الزمالك في أول مطش ليه تم احتساب هدف لبيترو أتلتكو من تسلل واضح ده حصل ولا ما حصلش كلنا شوفنا الهدف التاني لبيترو اتلتكو كان تسلل ولا مش تسلل طيب احتسب ليه لان الاتحاد الافريقي ما عملش تقنية الفار في دور الستاشر وساعتها قالك التقنية الفار مش هتشتغل الا في الدور قبل النهائي بعد نهاية دور المجموعات طالب النادي الاهلي بتواجد تقنية الفار فسمع لمشورة النادي الاهلي وتم تطبيق تقنية الفار من دور الثمانية ادى الاحتسب 3 ضربات جزاء للنادي الاهلي منهم 2 سلان مليون في المية طرد سليم مليون في المية ثم واحدة مش سليمة وبالتالي محدش بقى يقعد يقارن لاننا ظروفي اقسم بالله انا بقى اتكلمها بمصلاح الفرقة دي السنة اللي فاتت والسنة دي والظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك وبقالي سنة ونص سنة ونص هي اخر فتح باب قيد لنادي الزمالك كان امتى يا جماعة كان شهر اتنين لان السنة اللي فاتت اخره كان اتفتح في يناير لان الدوري طبعا كان متأخر بصورة كبيرة جدا وتفتح في يناير قابل يناير بشوية وبعد كده تقفل وبعد قعد شهر ونص وفتح تاني وفضل لغاية اول اتنين تقريبا وتقفل حاجة زي كده يعني او نص اتنين مش فاكر يعني في الوقت ده تم رحيل مصطفى محمد مشي واعتقد طلعنا اتنين تلات لعيبة اعارة برضو مش فاكر مش فاكر مين بس مصطفى محمد مشي راح اتبع لجلطة سراي فانا اخر اخر وروحنا جبنا مين جبنا مروان حمدي وجبنا سيف الجزيري مروان حمدي وسيف الجزيري تمام وابتدت الناس تقارن بقى من مصطفى وسيف ومروان مروان وسيف كانوا احد اسباب فوزنا بالدور العام تمام ربنا اكرمنا وكانوا احد اسباب فوزنا بالدور العام وبالتالي انا بقالي من شهر اتنين اللي قابل اللي فات بداية شهر اتنين اللي قابل اللي فات ما جبتش ولا لعيب جديد في نادي الزمالك يعني أنا عبالما أجيب لعيبة جديدة والدوري الجديد هيبتدي شهر 11 أو نهاية شهر 10 عشان أنا بقول لكم من دلوقتي الدوري المصري هينتهي في نص تسعة الدوري والكاس والكاس القديم والكاس الجديد هينتهي وبطولة ربطة المحترفين كاس الربطة اللي مفروض قيل إنه هيتلعب في شهر 6 بس ما فيش حاجة تلعبت ولا حد حدد ما تشاط ليها خالص الزمالك والأهل ما وصلش ولا بيرامدز كل الحاجات دي هتنتهي نص شهر تسعة وبالتالي لازم تقعد على الأقل شهر عشان تبتدي دوري جديد مش معقولة هتخلص وبعدها بربع ساعة هتبتدي الدوري الجديد فهتفتح باب القيد وبعد كده اللعيبة تاخد يعني أسبوع راحة ومعرفش إيه وبعد كده نخش على البتاعة وبعد كده عندنا بقى شهر 11 26-20-11 كاس العالم اللي هيقام في قطر هنكون احنا تقريبا الدولة الوحيدة اللي بتلعب دوري بتبتديه في شهر 11 أو في نهاية شهر 10 وكاس العالم شغال في قطر تمام وبالتالي ما عندناش ولا لعيب جديد فما تيجي تقولي النهاردة طريق حامد غايب المطش اللي جاي ما عنديش بديل امام عشور ما غايب المطش اللي فات ما عنديش بديل امام عشور بن شارق بيغيب ما عنديش بديل ونمرأ اتنين بقى علوكم معلومة مهمة لازم تعرفوها المستشار مرتضى منصور له وجهة نظر له وجهة نظر اللعيب اللي عقده بينتهي بعد شهر من دلوقتي او بعد شهرين او لعيبة هتفضل معانا او لعيبة هتمشي لان هتعمل عقود مع انديها برا تمام سواء مصري او اجنبي تمام انتو عندكو كام لعيب اجنبي بيلعب اساسي في الفرقة دلوقتي خدوا بالكم لعيب اجنبي يعني لعيب اضافة يعني لعيب بيديك الاضافة لفرقتك بقى اللعيبة المصريين فانت تلاقيقه ناجم مش موجود الجزيري بديل المتشاط الاخيرة بقى بديل عندك حمزة المسلوسي بيلعب عندك اشرب بن شرقي غاب كتير قوي طرد متشاط و بتاعه عندك رزام سيسي مش موجود ولا حتى بديل وبالتالي عندك مشكلة في فرقة نادي الزمالك في الاسكواد بتاعك عندك مشكلة والاول مرة في تاريخ نادي الزمالك يكون عندنا مشكلة في اه اه اا ان احنا نقايد لعيبة ما حصلتش قبل كده في التاريخ يعني منذ que nessa نادي الزمالك فهي حالة جديدة علينا ما حصلت لناش قبل كده يعني ان احنا نقعد سنة ولا سنة ونوص مش جايبين ولا لعيب بل كمان بقى اللجنة المؤقتة اللي فاتت راحت مش لاقية فلوس فابتدت طبعا هم كل التقدير والاحترام ليهم هم كانوا في كرة اليد في الكرة بعاد واول مرة يديروا نادي زمالك فابتدى عايزين يحلوا الموضوع ماليا لكن ما بيفكروش في فكرة العاب والرياضة والمكسب لان ده برضو هيبقى في مشكلة فرضا هيكل مثلا في الطائرة يكون عنده مشكلة فلوس قديمة ومفروض يجدد وده واحد من افضل لعيبت الطائرة فيمشي مش مهم ممشي ما عندناش فلوس محمد صبحي والله يفارقو ييجي تفاوض مع نادي الزمالك محمد صبحي ده هيبقى احسن حرس في مصر وافريقيا فييجي يقعد مثلا ففارقو يروح متفل مع اللجنة المؤقتة يقول لها والله انا عايز فارقو فانا بقى جامد انا رجل نادي جديد لسه طالع وغني وبتاقى ما عندش مشكلة انا عايز محمد صبحي خلاص عايق محمد صبحي بخمسة مليون ماشي بخمسة مليون انا وفقك هديك خمسة مليون بس بشار تعملو تعملو بنيه تلبيع بعشرين مليون انا بقى كلاجنا مؤقتة ساعتها انتو بتهزروا ولا ايه لا طبعا حضرتك عايز محمد صبحي بخمسة مليون اهلا وسهلا حضرتك مش عايز محمد صبحي عرب خمسة مليون شكرا جزيلا ومحمد صبحي معنا لكن اروح موافق وابتدي دلوقتي يكون فيه اتصالات في النادي نحاول ان احنا نرجع محمد صبحي فمحمد صبحي يكون القرار بيدي النادي بعد عقد ثلاثي لا يحق النادي الزمالك انه يستعيده إلا إذا دفع له عشرين مليون جنيه فبرضه ايه ده قسامة فيصل قسامة فيصل عندي مشكلة في مركز الرأس حربة ماشي قسامة فيصل باتنين تلاتة مليون جنيه عارة كأن همي كان الاول اجمع فلوس همي اجمع فلوس لكن في النهاية قصة الجر نمر اتنين بقى وجهة نظر مستشار متضاق ايه انا دلوقتي انا بقول لكم كالعيب كورة يعني عندي رزق سي سي عقده بينتهي عندي اوناجم عقده بينتهي عندي اشرف بن شري عقده بينتهي عندي طارق حامد عقده بينتهي عندي ابو جبل عقده بينتهي عندي اشرف روق عقده بينتهي من تاني عندي حازم امام عقده بينتهي عندي بص يعني فيه لعيبة كتير عقدها بتنتهي يعني بتكلم في تسع عشر عمر السعيد عقده بينتهي هو انتو تفتكروا يا جماعة تفتكروا اللاعب اللي عنده اسرة وعنده بيت وعنده مستقبل في الكورة وعنده واحد زي طارق مثلا وصل الى 34 سنة فما قدموش في الكورة كتير لان الطارق بيعتمد على القوة البدنية اكتر من المهارة وبالتالي هو عايز اخر سنتين ليه يشوف احسن حاجة ليه وده طبيعي ومنطقي يعني وده من حق طارق لان ساعات في الوقت ده العاطفة بتغيب الطبيعي في كل حتة في العالم اللاعب ما بيوصل لسن اكبر بكتير العقود بتاعته بتنزل مش بتعلى لكن ما يكون اللاعب عليه طلب والله الخليج بيطلبه اكتر من اللاعب عندنا السعودية مش عارف الامارات واتفر فاللاعب بيكون عنده اغراءات مالية وبيبقى عايز يأمن مستقبله حتى لو كان ما يأمن مستقبله قبل كده بيشوف ان هو خلاص حياته القروية بتنتهي وبالتالي من حقه انه يأمن بيته ومستقبله وعياله مفيش مشكلة طب تفتكروا يا جماعة ان في الوقت الصعب اللي احنا بنمر بيه ده تفتكروا اللاعب هيكون تركزها 100% او 100% في الدورة وفي الكرة وفي البطولات انا لو لعيب كرة وعقدي عندي ما جددتش تعاقدي ونادي الزمالك قفل التعاقد معايا والدايق من المفاوضات والممطلة في المفاوضات والزيادة في المبالغ فيها في طلباتي المالية فبالتالي انا وانا قاعد دلوقتي انت تفتكروا مثلا اللاعب بيفكر في ايه انا دلوقتي مثلا خرجاني ساسي عقده انتهى بنهاية شهر خمسة يعني عقده انتهى مشي من الزمالك 29 خمسة النهاردة كان في الشهر يا جماعة النهاردة كان في الشهر 11 يعني تقريبا فاضل 19 يوم او 18 يوم على ممكن لعيب من اللعيبة اللي موجودة دي يرحل عن الفرقة تمام يرحل عن الفرقة طيب تفتكروا اللاعب ده ما عندوش وكيل وما بتفوتش دلوقتي ما عندها يعني دلوقتي تفتكروا مثلا اشرب بن شارقي قاعد ما بتفوتش مع عندها تفتكروا ابو جبل مثلا ما عندوش وكيل وبيتكلموا مع عندها ما تفتكروا مثلا اشرف روقة بتفتكروا رزاق مثلا ما تكلمش مع السيد محمد مصلحي انه يرجع للتحاد تاني بتفتكروا مثلا اوناجم ما بيتكلمش مع انه هيرجع للودات بتفتكروا مثلا ان حمزة المسلوسي بيفكر انا هفضل مش هفضل همشي هاعد يعني تفتكروا سيف الجزيلي بعد ما قيل انه قد يباع ومعرفش ايه ما بيعملش اتفاقات مع عندها مثلا مع وكيله ما كل واحد يبقى ايزا هندرت ميسانت هندرت ميسانت التركيز مش مية في المية فلازم نعظر فريرا فمثلا الادارة شايفة ان احنا نبتدي نلعب بالعيبة مية في المية مركزة فريرا هو صاحب الفصل في هذا الموضوع ما نقدرش ندخل في شغله الادارة بتقول كده فانت الادارة مدية الصلاحية كاملة لفريرا فريرا مدير فني برتغالي لا يتعامل بالعاطفة يقولك العقد شريعة المتعاقدين انا عقدي مع اللعب ده هينتهيهم كذا هستفيد منه لغاية نهاية العقد انا عقدي مع اللعب ده فاضل له شهرين هعضوا لعبه لغاية ما الشهرين يخلصوا وبالتالي لكن عندي لعيب مثلا اكيد مثلا وانا فاضل له شهر وممكن مثلا اروح الخليج اخدلي 2-3 مليون دولار زي برضو بعض المواقع كاتب قالك ايه اللاما كوجو اللعب التجولي اللي بيلعب في العين قالك ده جايز زمالك وكلام ده كذب مش حقيقة اللاما كوجو عالفكرة عشان تبقى انتم عارفين النهاردة العين الاماراتي خدت دوري في 3 مواسم خدت دوري مرتين وطلع الهداف والنهاردة كسبوا خمسة واحد جاب سوبر هاتريك زي دي بروين كده جاب سوبر هاتريك النهاردة اللاما كوجو ولاما كوجو انا من وجهة نظري من وجهة نظري هو احسن رأس حربة في افريقيا ولو بيلعب في اوروبا شوف دي عيني بتقول كده ولو بيلعب في اوروبا كان وضعه اختلف والراجل بياخد 3 مليون يورو في السنة تفتكروا يعني هيجي نادي الزمالك ليه تناته مليون يورو في السنة فبرضو ما بحبش قدي امال كبيرة لكن المؤكد ان الزمالك شغال على الملف طيب هل في لعيبة في نادي الزمالك ممكن تكون بتتفاوض مع النادي الاهلي هل في لعيبة في نادي الزمالك ممكن تكون بتتفاوض مع النادي الاهلي يعني اللعيب الأجنبي أو المصري المصري بيبقى عنده يعني شوية إيه يعني إيه إحساس بالعاطفة وإحساس بفضل النادي لكن الأجنبي مش هيبقى زي المصري أو اللعيب المحترف اللي يحمل الجنسية المصرية مش هيبقى زي المصري فبالتالي كل واحد بيبحث عن مصلحته نادي الزمالك الفترة اللي جاية شغال على الملف ده إحنا عندنا صعوبات جدا كبيرة جدا لعبتنا رجالة على قدر كل الصعوبات اللي موجودة دي يا جماعة وعلى قدر كل اللي بيحصل لنا ده لكن اللعيبة في وضع المنافسة وبتحاول لغاية آخر دقيقة والماتش اللي جاي هو ماتش مصيري والله يكونون فريرة النهاردة أعديكم مثال بسيط جدا لأن قرة القدم هي لعيبة لعيبة مدير فني من غير لعيبة خلاص أنت في لعيبة تعادك في نص الجدول وفي لعيبة تخليك تاخد دوري وفي لعيبة تنزلك درجة تانية حضرتك هتديك مثال بسيط من عشر تيام بالزبط كابتن عب حميد باسيوني كابتن عب حميد باسيوني كان المدير الفني لغز المحل بيلعبوا الاتحاد السكندري اتغلب 3-0 من الاتحاد السكندري كابتن عب حميد باسيوني مشي بعد مطش غز المحل راح ضرب سموحة سموحة النهاردة بيلعب الاتحاد السكندري اللي كان عب حميد باسيوني مغلوب منه 3-0 ومشي بعد المطش النهاردة عب حميد باسيوني بيكسب الاتحاد السكندري اللي كذبه 3 بيكسبه 5 خمسة خمسة اتنين تفتكروا فكر مدرب وحاجة اسطورة في التدريب مثلا عب حميد عمل حاجة ولا فكر مدرب مع امكانيات لعيبة وفارق في امكانيات اللعيبة وبالتالي يا جماعة المدير الفني المبارح واحنا عاديين في لعيبك وإيه سقا بس اللعيب اللي عدك هل عندك لعيب يصنع الفارق بصورة يعني كنا دايما اما اتزنقنا في ماتش استر كامباني واتزنق ماتش بيترو اتليتكو الاولاني انا فاكر رحنا دفعين بشيكابالا وكان اوباما كمان في الماتش الاولاني كان احتياطي ماتش بيترو اتليتكو في اول ماتش فكنا مغلوبين 2-0 تعديلنا 2-2 النهار ده كنا مغلوبين برضو الماتش اللي فات على الشيكابالا نزل نتيجة واحد واحد بقينا 2-1 في استر كامباني يعني الشيكابالا بيبقاله دور مهم لانه لعيب يصنع الفارق نادي الزمالك عنده لعيبة كويسة جدا عنده 2-3 لعيبة بيصنعوا الفارق وعنده لعيبة مؤدية وعنده لعيبة تغييرة نادي الزمالك محتاج الفترة اللي جاية يكون عنده 10 لعيبة يصنعوا الفارق 10 لعيبة يصنعوا الفارق مش 2-3 زيزو طبعا واحد من الـ 2-3 اللي بيصنعوا الفارق وبالتالي كل التوفير لنادي الزمالك ولازم كلنا نكون في ظاهر نادي الزمالك وكل الجمهور كنت سعيد جدا رغم الهزيمة لكن الجمهور اللي كان موجود في الملعب كان مقدر والعيبة اعتذرت له وجمهور شجحه وهي دي الكورة وهو ده التشجيع احنا مش بنوقف جنب الفرقة في المكسب احنا تعودنا في ظاهر نادي الزمالك في المكسب وفي الخسارة وفي الخسارة قبل المكسب لان احنا بنشجع الزمالك عشان نحب نادي الزمالك مش بنشجع الزمالك عشان لو كسب هنشجعه ولو خسر هنقعد نشتمهم لا الكرة والرياضة والتشجيع والانتماء مش كده خالص يعني الزمالك زي ما بيقولوا كده فوق كل محبي الزمالك فوق كل محبي ومشجعي والزمالك دايما عندنا نمرى واحد نطلع لفاصل ونستقبل اعرى بعض الاخبار هيكون معايا ضيفي النهاردة في حلقة مميزة جدا الاساس عمر الدردير الصحفي والناقض الرياضي الكبير في الجزء الاول من حالة النهاردة وكعادتنا وكعادة قناة نادي الزمالك اللي هي منبر لكل الاندية المصرية هنهاردة هنحتفي ونحتفل بالاندية الصعادة للدورة الممتاز زي الدخلية وزي اسوان نادي جماهيري وفي الطريق حرس الحدود وهيكون عندنا مطشط مهمة جدا وتصوير للاهداف واهم المباريات والنتائج مع الزميل الاعلامي اسلام مجاهد في الجزء التاني من حلقة النهاردة نطلع لفاصل ونكمل حوارنا وكلامنا في الزمالكاوي يالا بينا ويرجعنا لكم مرة اخرى طيب مطش اللي جاي عندنا يوم الثلاث هو مطش مصيري امام طلع الجيش امام عشور هيرجع المطش اللي جاي بس طارق حامد هيغيب ده معنا ان الزمالك الفترة الاخيرة مش عارف يلعب حتى باللعيبة الاساسية اللي موجودين معاه زي ما قلتلكم اوباما غاب قبل كده بسبب انظار ثالث محمود علاء غاب بسبب انظار ثالث محمود الوينش غاب بسبب انظار ثالث وبسبب طرد اشرب بن شارقي غاب بسبب انظار او بسبب الطرد مطشين اه عندك امام عشور غاب بسبب وطارق حامد اخيرا غاب بسبب الانظارات وبالتالي اه شيكابالا غاب اكتر من مرة اقاف اول ثمن مطشات في الدوري فعندنا مشاكل حتى في للأسف كمان عندنا بعض اللعيبة ما بيجيبوا جوان بروح يلعوا الفانيلا فياخدوا انظار فيتسبب هذا الانظار في اقافهم بعد كده يعني اه حاجات دي لازم نعالجها عشان اه بتخسرنا كتير طيب عايز بس ابارك للكابتن احمد صالح المدارب العام لفريق السموحة فوزوا النهاردة الكبير على نادي الاتحاد السكندري وهارد لك لزعيم الثغر وسيد البلد كما يقال عنه الواحد برضو بيبقى حزين على الفرق الجماهيري كابتن احمد مبروك انت والكابتن عبد حميد بسيوني والجهاز الفني بالكامل الله يبارك فيك كابتن خالد وحشنا جدا جدا وبارك فيك كابتن عبد الحميد سعب جدا في الزبع ده في الشغل مع اللعيبة وحضر المبارشة كويس بالله على فريق تبيد نادي الاتحاد فريق عريق احنا احنا كلنا بنحب نادي الاتحاد طبعا لكن سموحة يستحق كل مكسب النهاردة صحيح نهاردة نتيجة تقيل اعتقد من اتقل النتائج الفترة الاخيرة لسموحة وليه نادي الاتحاد يعني انه يتغلب خمسة واحد كمان وبعد كده جابوا جون بقت خمسة اتنين كانت نتيجة تقيلة اوية كمان كان الدور الاول كانت نتكلم عنه انه مجردش بره ان انت محتاجين انت تجيب جون محتاجين انت تتفوق نفسك وده اللي حصل معا النهاردة وقدر يحرز هدفين كمان هتفصل عنه مبارا كبيرة النهاردة اه لعيب كويس طبعا حسين عنده امكانيات طبعا عنده امكانيات لكن كان مؤثر مع نفسي هو بغزالة هو بغزالة ساعاتي بقى هو مش بغزالة اللي الطلب منه عمله ممكن ما كانش بيطلب انه بعض الحاجات اه 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 النهاردة ادى الدفاع بتاعه بشكل مهم هو ما كانش بيعمل الدفاع بتاعه بشكل كدير بالزبط هو كان بيستلم الكرة لو هاتف قدع اه ما بيروحش يجيبها بسرعة وما بيدافعش بتاكله لكن النهاردة كان بيعمل بيدافع ويهاجم ممكن ده كمان ساعبه بلديا شوية عشان كده ريضنا عشان ما يتطبش يعني هو الماتش اللي جاي عندكم مينة كاتنحة عندنا المصر ان شاء الله كاتفال اه ماتش تقيل النهاردة المصر يتعادل مع الغاز المحالة بعد ما كان متقدم اه تمام اه صحيح شكرا جزيلا انا كابتن احمد ومليون مبروك يا حبيبي مليون مبروك ورغم الفوز انا بابقى حزين جدا تعارفين يا جماعة الاتحاد السكندري دخل في صراع من اجل البقاء مع النادي الاسماعيل النهاردة الاتحاد السكندري اه في الجدوى للدوري العام رقم 13 وعنده 19 نقطة وما بين وما بين الاسماعيلي اللي هو معرض للهبوط حتى الان اه تلات نقط اه سوري اه خمس نقط اه فقط وكمان الاسماعيلي لعب 17 ماتش واستر كامباني لعب 17 ماتش والاتحاد السكندري لعب 18 ماتش يعني 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 لو الاسماعيلي كسب الماتش المؤجل او استر كامباني الاسماعيلي كسب الماتش المؤجل هيبقى فارق ما بين وما بين الاتحاد السكندري نقطتين فقط يعني وحتى المقاولين برضو عنده 17 نقطة وبعيد عن الاتحاد السكندري بنقطتين ونفس القصة بالنسبة للمصري بيعت شوية بتعادله النهاردة رغم ان الفوز كان مهم جدا بالنسبة له تعالوا نشوف هدف المطش المصري وغز المحلة النهاردة المحترف التونسي احرز هدف جميل جدا 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 وقال لكم تركة كده في الهدف سبحان الله انت بيبقى فيه توفيق وعدم توفيق اللعيب وهو بيشوت الكرة فالكرة ممكن بتبقى على الارض بتشوتها وهي على الارض وانت بتشوتها ممكن الكرة عشان وهي على الارض بتروح عالية بتاعلى سنة كده فتروح جاية في وش رجلك كلها الكرة كلها دتيك في وش رجلك فتروح زي السلوخ وبالتالي هجيب لكم دلوقتي اهدف برضو بيراميز كسب النهاردة المقصة 2-0 والفوز ده واصلوا لنقطة 38 وبقى على بعد مباراة واحدة عشان يتعادل في رصيد النقاط مع نادي الزمالك تعارفين الزمالك لعب 18 اسبوع بيراميز لعب 17 اسبوع وعنده 38 وزمالك عنده 41 عشان كده لو بيراميز كسب المطش المؤجل هيوصل للنقطة 41 الاهلي لو كسب كل مطشاته هيوصل للنقطة 45 وبالتالي هيبقى في حالة فوز الاهلي بكل مطشاته يبقى 45 زمالك 41 الابيراميز يبقى 41 يعني المنافسة جديدة جدا مع دخولنا على الدور التاني وطبعا المطشات مفيش مطشات مضمونة الاهلي مؤجله الجونة ومؤجله الاسماعيلي ومؤجله استر كامباني اعتقد لو استر كامباني مفروض يلعبه للاسبوع اللي جاي مؤجله ايها جماعة كمان النادي الاهلي مؤجله امبي امبي مطش تقيل جدا برضه من المطشات التقيلة كابتن حلمي طولان مع ان كابتن حلمي طولان بيتقلق بصورة لفتاة للنظر مع الزمالك مع النادي الاهلي مش محظوظ ودي على الفكرة في الكرة موجودة يعني بيبقى فيه توفيق لمدير فني كده على فريق وفيه عدم توفيق لمدير فني على فريق اخر وده بيحصل في كرة القدم خدوا بالكم انا بتكلم ده مع امبي بالذات لان كابتن حلمي طولان كسب الاهلي قبل كده 3-0 مع حرس الحدود لكن مع امبي خصوصا السنة اللي فاتت والقابليها كان امبي ممكن اول 5-6 دقايق تلاقيه مغلوب 2-0 من الاهلي وده على الفكرة جزء مهم جدا من تغيير شكل الخطة لاي فرقة بتلعب قدام الزمالك والاهلي ما بتعرف ربنا ما وفقك بيجيب جون في اول دقيقتين 3-4 بتدمر تقريبا كل الخطة اللي بيبنيها المدير الفني طوال الاسبوع اللي قبل المباراة انه بيلعب بطريقة الزوندفينس بيأمن دفاعاته بيضغط على الخصم بيجيبها هدف من هجمة مرتدة لكن مما لا شك فيه نادي كابتن حلم طولان مدير فني كبير وعنده لعيبة مميزة جدا وعنده لعيبة جعانة كورة ومركزة جعانة كورة ومركزة ده ماتشات بيرامز يا جماعة ده كورة عرضية من احمد فتحي فخر الدين بن يوسف بالمحترف التونسي بيترمي عليها تعرفيك رغم ده يا جماعة عنده مجموعة من اللعيبة غايبة يعني عنده ابراهيم عادل ما بيلعبش عنده ابراهيم توري ما بيلعبش ولا توري ما بيلعبش عنده إيريك تروري ما بيلعبش عنده لعيبة تقيلة برضو ما بتلعبش بيرامز يعني عنده عمر جابر ما بيلعبش أحمد أيما منصور فيه لعيبة كتير غايبة طبعا مصر المقاصة يا جماعة بتأدي على قدر المستطاع ده محمود صابر بيحرز الهدف التاني وكده بيراميس بيأمن وكان طبعا الهدف التاني بعد طرد احد لعابي محمد عمين عم سردباك اللي اضطرت بسبب دخل على الرجل اضطرت في اخر برضو خمس ست دقايق كده من اللقاء وطبعا المقصة يعني انا من وجهة نظري خلاص المقصة بيأدي في الدوري العام المصري وصل لمرحلة انه بيأدي من اجل ان هو يأدي واللعابة بتاعته طموحها انها تثبت ذاتها عشان تتباع تروح لنادي اخر وضع صعب جدا للمقصة انه يبقى في الدوري المنتز هذا الموسم يعني عنده مشاكل كبيرة جدا في البقاء وده الطرد تعال نشوفها كده مع بعض يا جماعة عشان قالك رجل على رجل هل بقى دي قوة مفرطة يعني معرفش هتهالي كده جماعة لان فيه دخلات فيه دخلات ممكن تبقى طرد وفيه دخلات ممكن تبقى انذار يعني الاتنين ممكن رفعين رجليهم وعلى فكرة الرجلين من الاتنين ما يكونوا مرفوعين القوة المفرطة ما بتبقاش موجودة لان القوة المفرطة ما يكون لعب حاطت رجله على الارض والتاني بيخش عليه وهو رجله على الارض ممكن يكسرها له لكن لو الكرة في الهوى انا من وجهة نظر يعني بمنطقية كده ما بيبقاش لكن كابتن وليد عبد الرازق اداله طرد انا مش مش شايف اللعبة لو عرفت عرفه تجيبهالي في الاعادة قالها بمنطقة الصراحة يعني لكن اما تكون رجلك في الهوى اما تكون رجلك في الهوى فحد بيخبطك فرجلك بتبقى متحركة لكن ما تكون رجلك في الارض حد هيخبطها لك ممكن يكسرها لك لان رجلك ممكن يكسرها لك لكن انت في الهوى الخطة عادي يعني قد لا ترتقي لطار دي يعني لان القوة ما بتبقاش مفرطة لكن الاسبوع الجاي ما يكون كابتن Sr عبد رافوف معايا هيكون عاملين حلقة مجمعة عن التحكيم في الأسبوع السبعتاشر والثمانتاشر فهيكون معاك كابتن ياسر عبرقوف وأكيد هنجيب الحالة دي ونتطرق إليها بإذن الله على المهم الحالة دي لم ولن تؤثر على نتيجة اللقاء لأن في النهاية كده كده كان بيرامدس كاسبان وكان المباراة منتهية كلينيكيا يعني ودي كانت نتائج الأسبوع الثمانتاشر والنهاردة كان من المفترض أن في مباراة طلعب الأهلي مع الإسماعيلي في استاد برج العرب ولكن تم تأجيلها نادي الزمالك ومن هنا من قناة نادي الزمالك نتمنى من نادي التعاون أنه يتعاون مع نادي الزمالك ويعطي الزمالك حقه في صفقة مصطفى فتحي نادي الزمالك الأمور المالية بيكون توقيتها مهم جدا فنادي الزمالك بيتمنى من نادي التعاون أنه وكل أي حد بيسمعنا أنه طالما في عقد ما بين الزمالك وما بين نادي التعاون أن الزمالك في النهاية اتفق على مليون دولار كان من المفروض أن المبلغ يدفع بالكامل تم دفع مبلغ وقيل أنه هيدفع المبلغ بعدها بشهر ولا شهرين ولا تلات شهور ولا أربع شهور والله ما عرفش تفاصيل التعاقب بس من الواضح أنه هو طالما مشي في يناير يبقى مثلا الاستحقاق المفروض يكون من شهر ولا من شهرين حتى الآن الفلوس ما جاتش فأتمنى من نادي التعاون أنه يستجيب لنداء نادي الزمالك بأنه الفلوس تدفع يعني لأنه الزمالك مش عايز يلجأ للطرق القانونية وعايز يكون الأمور ودية زي ما تم بيع مصافة فتحي بطريقة ودية وطريقة محترمة على نادي التعاون أنه يلتزم تعاقديا بما هو مكتوب في العقد المبرم ما بينهم وما بين نادي الزمالك فريرا ابتدى يشتغل على تصحيح الأخطاء في كلام قوي على تواجد محمد عواد حارس مرمى الزمالك كحارس أساسي في المباريات القادمة هو كله كلام يا جماعة وكله فريرا مش من نواية دي يعني ممكن تلاقى أبو جبل بيلعب المطش اللي جاي ما حدش عارف يعني لكن هو تصريحات صحفية ابتدت تقول أن عواد وابتدى السوشيال ميديا تتكلم أن عواد عواد بيجهز كده كده عواد لو لعب هلا هنكون احنا مش مطمئنين كزمالكوية لا نكون مطمئنين يعني عابو جبل حارس كبير وعواد أيضا حارس كبير جدا وعواد حتى ما قاعد بعد عودة ابو جبل من كاس الأمم ما قاعدش عشان مستوحش بالعكس عواد كان متميز جدا تا كان هو واحد من أفضل لعيبة اللي موجودة في كاس الربطة اللي قدناها بصورة سيئة للغاية لكن واحد كان من أفضل لعيبة اللي موجودة رائع يعني فعودة عواد أو بقاء أبو جبل في حراس المرمى اللي اتنين حراس كبار وعندنا ثقة فيهم بس يمكن عواد ما عندوش عقده ما بينتهيش فممكن يكون تركيزه أكبر الخوف بس من أبو جبل أن عقده بينتهي وقد يكون مشغول بتعاقد جديد يعني زمالك بيفوز على بطل نيجيريا في كورت اليد بالعربي كده يا جماعة الفرق التونسية مش موجودة في البطولة والبطولات الأفريقية ضعيفة جدا في كورت اليد والفرق الأفريقية ضعيفة جدا في كورت اليد وبالتالي أنا بقول لكم من دلوقتي المبرارة النهائية في أبطال الكؤوس ستكون ما بين الزمالك والنادي الأهلي بس قولا واحدا هي مجرد مباريات بتلعب لحين الوصول الفرقتين للمبرارة النهائية احنا بنلعب مطشط فرق 20 فرق 25 هدف فرق حيات كده يعني الفرقتين بيكسبوا فيش حتى فرقة التونسية زي الترجي زي النجم السحلي كان بتنافس الزمالك والأهلي بيعتزروا وبالتالي الزمالك والأهلي هي خلال أيام سيصل للمبرارة النهائية هاب جلال بيطالب اتحاد الكورة قولا واحدا بتأجيل لقاء غينيا وأثيوبيا تعرفين لقاء غينيا من المفترض ان هو يكون يوم اتنين ولقاء أثيوبيا من المفترض ان هو يكون يوم ستة فطبعا نظرا للتخبط الغير طبيعي في إدارة شؤون كرة القدم الأفريقية فالناس عشان مش فاضين عندهم نهائي دورة أبطال أوروبا فعايزين يسفروا يحضروا المطش مع أمفنتينو فعبال ما يرجعوا من دورة أبطال أوروبا مش هيلحقوا المطش لو يوم 29 في المغرب فعبال ما يريحوا يعني ويخشوا الفنادق كده فلازم يعني نأجل المطش ليوم 30 معاين الأجندة الدولية بتبتدي من يوم 30 يعني هما بيخلفوا الأجندة الدولية اللي هما حطينها وبالتالي أنا ألعب يوم 30 مع النادي الأهل يلعب يوم 30 مع الودات المبرارة النهائية يعني الأقرب كده يعني ويجي يوم 31 وبعد كده عندنا بعدها يوم 2 نلعب مطش مع غينيا اللي هي أقوى فريق بينفسنا في المجموعة يعني بتاعتنا المؤهلة الكأم الأفريقية في الساحل عاج وبعد كده نلعب يوم 2 ونسافر بعدها مش عارف لسه غير دوقتي نلعب فين لأن احنا مش نلعب في أثيوبيا لأن الاتحاد الأفريقي مانع اللعب هناك لأن ما فيش ملاعب صالحة لإقامة المباريات الدولية وبالتالي أثيوبيا خلال 12 يوم بيبحث عن ملعب يقام عليه يعني إلا إلا المباراة تتلقى في مصر وبالتالي أستاذ جمال العلام وعد الكابتن يهاب جلال إن المباريات هتؤجل على أقل تقدير 24 ساعة يعني المباراة اليوم 2 هتبقى يوم 4 والمباراة اليوم 6 هتبقى يوم 7 إلا إلا هتبقى يوم 2 هتبقى يوم 3 ممكن تبقى يوم 4 والمطش التاني بدل يوم 6 ممكن يبقى يوم 8 كل ده وارد الفترة اللي جاية كمان كابتن إهاب جلال تواصل مع مدرب الأحمال للمنتخب القراطي سابقا عشان يكون متواجد في الجهاز الفني لمتخب مصر وتواصل معاه وهيحضر قريب ويكون متواجد مع منتخب مصر بإذن الله بجانب أيضا إن الاتحاد الكورة والأمن المصري وافق على حضور الجماهير في مباراة غينيا وسيتم تحديد العدد المسموح به خلال أيام خلال أيام قليلة سيتم تحديد العدد اللي هيسمح بدخوله في مباراة مصر وغينيا بإذن الله إن شاء الله كل التوفيق لمنتخب مصر عايز أقول لكم كمان إن نادي الزمالك برئاسة مشهر مرتضى منصور بدأ يبحث عن ملعب جديد لإقامة مباريات نادي الزمالك على أرضه بديلا للساد القاهرة الساد القاهرة من أفضل الاستادات الساد أكثر من رائع الملعب بيجمع ما بين النجيل الصناعي والنجيل الطبيعي وده أحدث ملعب العالم دلوقتي بتتعامل كده عشان الصيانة والحاجات كده وبالتالي بيبقى 20% صناعي نجيل صناعي و80% طبيعي إما كمان للساد القاهرة بيرش الملعب بتلاقوا كتير جدا اللعيبة مبارح بتتزحلق بصورة واضحة جدا كل لعبة الزمالك بتتزحلق مفيش قدرة على أن أنت تكون فيه ستابلتي أو ثبات على الملعب وبالتالي زمالك بيبحث عن تغيير ملعبه بداية الملعب المرشح الأقوى هو ملعب الدفاع الجوي في حالة موافقة بيرامدز موافقة المسؤولين عن هذا الملعب أنه ملعب متميز جدا بجانب أيضا ملعب بيترو سبورت أو ملعب المقولين العرب دول التلات ملعب المرشحين يكونوا بديل لملعب استاد القاهرة في المبارات القادمة بإذن الله بالنسبة لنادي الزمالك دي كانت كل حاجة عندنا تعال نطلع للفاصل ونستقبل الصحفي والناقض رياضي الكبير في واحدة من الفقرات المهمة في بنامج زمالكاوي الناقض رياضي الكبير استاذ عمر الدردير بعد الفاصل يمثل الحادي عشر من شهر مايو ذكرى سعيدة لجماهير وعشاق نادي الزمالك لارتباطها بتتويج ثمين دخل خزائن القلعة البيضاء ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الحادي عشر من مايو من عام 1952 من عناق بطولة كأس مصر والتتويج بها للمرة الثامنة في تاريخ النادي إثر الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بهدفين دون رد ونجح شريف الفار في تسجيل هدفي الفارس الأبيض وتكفل بإحراز ثنائية التي منحت الفريق حسم القمة وضمان التتويج بالكأس ومثل الزمالك في هذه المباراة كل من محمد عبدالله وعبدالعزيز قبيل ونور الدالي وحسن كرار وحنفي بسطان وحليم ثلوث وعصان بهيج وعلى الحامول ويونس مري وشريف الفار وأحمد أبو حسين وتعتبر بطولة كأس مصر عام 1952 التي عانقها الزمالك هي الأخيرة التي حملت اسم كأس الملك فاروق ورجعنا لكم مرة أخرى ورحب ضيفي الكريم النقد رياضي الكبير أستاذ عمر الدردير مش الدرديري عمر الدردير أستاذ عمر حبيبا كابتن خالد وسعيد جداً نمعك النهاردة وكل سنة وجمهور الزمالك طيب وأنا عارف إن جماهر الزمالك حزينة وزعلانة من مبارح زعلانة جداً جداً من أداء اللاعبين لكن المباراة لازم تكون للنسيان بالنسبة للجماهير لكن بالنسبة للعيب أو الجهاز الفني المباراة لازم يعني حافز لازم تكون حافز ولازم تكون كمان فيه نقاط كتير نخرج بها من المبارادي لازم فيه دروس كتير جدا مستفادة من المبارادي لابد ان نستفيد منها ولابد ان الفترة الجاية لان مشوار الدوري زي ما انا قلت مشوار الدوري طويل 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 ولسه فيه نتائج كتير جاية فبالتالي المشوار طويل محتاج النفس الطويل النفس الطويل محتاج لعيبة رجالة توقف على رجلها تعرف في الملعب تتحكم في رتم المباراة ده اللي احنا محتاجينه في الفترة الجاية وده محتاج مجهود كبير جدا وزي ما قلنا كرة القدم لا تعترف بالأسماء لا تعترف بمين هيدي مجهود في الملعب أكتر مين هيبزل أكتر في الملعب مين هيبقى مركز في المباراة أكتر ده بالضبط اللي كان محتاجه نادي الزمالك في مباراة أمي بارح ايه الدروس المستفادة من وجهة نظرك في المباراة وايه الإجابيات اللي انت شايفها لو فيه إجابيات وايه السلبيات اللي ممكن نشتغل عليها الفترة اللي جاي لا هو السلبيات السلبيات كتير جدا جدا اللي ظهرت احنا عندنا مشاكل في الدفاع واضحة جدا 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 أنا برضو عايز يعني أنا شايف جمهور الزمالك والناس ظلموا أبو جبل كل هجوم 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 على على محمد أبو جبل أنا شايف أبو جبل عنده أخطاء زي أي حارس عنده أخطاء لكن مش الأخطاء اللي هي نقف عليها ونقول أبو جبل لصي مستوى وحش أصلا لا أبو جبل كان جون كويس جدا أنا مش شايف أنه وحش خالص جون كويس يعني عمل أداءه العادي بس مبارح كان فيه هبوط عام في مستوى مؤشر أداء كل اللعيبة بلا استثناء فيه هبوط عام فما نركزش على أبو جبل فقط لكن فيه حراس تانية أخطاءوا ضيعوا أهداف وضيعوا بطولة من النادي المنافس محدش يتكلم وعدت محدش نركز عليها لكن كل التركيز ونبي عيد للكورة دي بتاعت أبو جبل اللي هي أصلا كانت افصايد ودخلت جون عيد العيد اللقطة دي عيد مينفعش حارس كبير يقع في خطأ حد عمل كده؟ اه طبعا والله؟ انا ما شفتش اه مينفعش حارس كبير بس دي تسلل خلاص؟ ما هقيا كان اه هي دي اللي تم التركيز عليها اه فبالتالي كانت محاولة للتقليل من أبو جبل يعني؟ اه او كده يعني عاصف فيه منافسة بين أبو جبل والشنافة لازم يبقى ما فيش حد ينافس انا مش عايز يا جماعة الموضوع مش كده خالص الموضوع احنا يهمينا في المقام الأول مصر طبعا منتخب مصر هو اللي بيمثل مصر مع كامل احترامي للزمالك مع كامل احترامي للأهلي لا الزمالك بيمثل مصر ولا الأهلي بيمثل مصر اللي بيمثل مصر هو منتخب مصر الأهلي والزمالك بيعبروا عن مصر لكن مش هما الممثل لمصر في النهاية فيه منتخب مصر منتخب مصر هو اللي بيقول كلنا مع منتخب مصر كلنا مع مصر ما حتيش حد هاختلف في ده فالفكرة المنافسة ما بين أي لعيبة سواء من الزمالك من الاهلي هي في النهاية بتصب في مصلحة منتخب مصر كلنا مع مصلحة منتخب مصر خصوص الفترة الجاية انت عارف منتخب مصر داخل على فترة مهمة جدا جدا جهاز فن جديد بيكون لعيبة بتفرج على لعيبة فمش عايزين نقعد نهاجم عمال على بطال ونوقع لعيبة معين علشان خاطر لعيبة تانية تدخل منتخبات لا الكلام ده احنا فاهمينه ومش عايزينه احنا مع مصلحة منتخب مصر نادي الزمالك مباراة للنسيان عنده اخطاء لكن لازم يقوم ويشتغل ده الفرق الكبيرة اي فريق كبير بينهض بسرعة وبيقوم وبيكمل مشواره بنفس القوة ده المطلوب في الفترة الجاية من نادي الزمالك انا عايز بس اقول حاجة على انت كنت تقول الدفاع انا عايز اقول ان الوينش عودته مرة اخرى الام الرجبة وانت عارف ان الوينش لازم يعمل عملية اه وهو رافض العملية عنده مشكلة طبعا رافض عمل العملية وبيعوضها بالتقوية فمن الواضح انهم اثار عليه فنية ده مش مستوى الوينش مزبوط يعني الوينش افضل من كده بكتير مزبوط وبالتالي هو لازم يقعد معاه ياخد قرار لان لان اللعبة عليها اكيد بيزودها الله اعلم دكتور محمد وسلم هو قدرة يعني اه طبعا التقوية ممكن تكون حل لكن في النهاية برضو مش هت الالام مش هتروح بنسبة بنسبة 100% اه بدليل انها عودته مرة اخرى مزبوط يعني مكتوب لي في الخبر ان الالام عودت اه الوينش مرة اخرى وان فيه طرق علاجية ليه لمحاولة لحاجب المباراة القادمة يعني مؤكد مؤكد ان الوينش مستوى كير في مستوى نزل مؤكد ان بقى له ماتشين او تلاتة مستوى اقل من مستوى الوينش المعهود الوينش مستوى عالي الوينش افضل بك افضل مدافع في مصر محدش يقدر يتكلم في دي لكن مستوى انخفض بعد الشيء الانخفاض ده نتيجة الاصابة مؤكد فبالتالي لابد من حل جزري لموضوع الاصابة وانا مع ان الوينش لو هيريح او لو الموضوع يستلزم أنا طبعا الاطباء اللي تكلموا في دا المتخصصين دكتور محمد قسامة رجل يعني علىهم كواس اوه طبعا ممتاز فبالتالي هم اللي هيفتوا في الموضوع لكن انا شايف ان فيه مشكلة بما علامة استفام عليه مدافعين الزمج بشكل عام انبارح كان وحشين جدا او مش المدافعين الفرقة كلها بصراحة كان فيه على فكرة على فكرة الفترة دي بقى لابتعشرين ثلاثة وعلى فكرة ماتش استر كامبني رغم ان احنا كسبنا لكن كان عندنا اخطاء اه وكمان الهدف اللي دخل مرمانة ده برضو هدف يعني صعب ان يخش مرمانة يعني صحيح كرة التاخل من قراء المسلوسي والعيب ياخدها والعبها بالعرض فالوينش بيحاول يخارجها فتدخل جوه الجون وحتى لو مخرجاش كان فيه واحد وراه القفة احمد قفة فلا عندنا اخطاء عندنا اخطاء دي بقى الاخطاء الدفاعية بقت سمة كبيرة في الدفاع الزباك فيه مشكلة فبالتالي اه ده اللي المفروض نشتغل عليه الفترة الجاية مهم جدا تشتغل على الاخطاء الدفاعية مهم جدا لو كنت يعني فيه لعبة لازم تلع يعني انا انا شايف ان محمد عبغاني مفروض يشارك حتى لو مش هيشارك كسر دي بقى يا كابتن خالدي يشارك باكرايت يعني انت عندك حل محمد بيلعب باكرايت فليه ليه ما ادفعش بيه في المكان ده عبغاني عبغاني ما انا بكامل عبغاني بقول ليه ما ادفعش بيه في مركز باكرايت لو عندي مشكلة حازم مصاب المسلوسي مستوى منقفض شوية طب ما انا ادفع بعبدالغاني في المركز ده ممكن يعني يفيدني شوية الزمك طبعا عندنا مشكلة برضو عندنا الدكة من زي ووده لي بيغيب يعني مثلا طرق حمد هيغيب بالمطش اللي جاي امام عشور كان غيب بالمطش ده كل المطسط لاتم عندك اللي عبليه محمود علاء اللي عبليه اشرب بن شارقي كل شوية ويقولك التحكيم يعني تحكيم بسم الله مشاهد الله بدوننا الشارط انظرات حلوة ويقافات وطرد وكله تمام وعندنا مشكلة يعني التحكيم مشكلة على الزمالك دايما مشكلة على الزمالك دايما يعني فيه العب ما بيراجحهاش يعني عايز اقول على حاجة تتمر السعيدي امبارح الكورة بتاعت اللي هي كرة الهدف اللي هي الكرة تسبتة الفاول اللي برة منطقة الجزاء لو راجع اللي قاعد على الفار لو راجع الكورة دي من اولها كالتفاول للزمالك اللي هي انا واحدة اللي هي ال اللي تحسب تفاول على الزمالك على حدوده المنطقة ويقولك عملت حيطة وتشافت اه لو راجعت من بدايتها هتلاقي فيها فيها فاول للزمانة موافعك بس قانون ان الفار ما راجعهاش لان بتعتبر الفاول لعبة جديدة والفاول ما انت مش ضامن نعمش هتخش جون طب هو ما حسبش ليه ما حسبش ليه طب يعني هيك هتقردي فاول ما حسبهاش يعني بس هما الفار مروش علاقة يعني الفار في لان الفاول ما بتحسبه على التمنتاشر ما بتبقاش عارف انه هي تسبب في جون بيعتبر لعبة جديدة والله الحكام بيطلعوا يقولون ان الفار لما في هدف براجعه من اول اللعبة ايوا ده ما اقول اللعبة طيب اتما راجعت liquor لا ما تكون اللعبة مكتملة يعني ايه مكتملة يعني في فاول وبعد كده اللعبة كملت وراح وراح جاب جون لكن لو في فاول واللعبة باقت فاول انت فيمت اعضل يا عمر لا 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 انت بتدفع على الحكام لا 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 بكلمك على الفار لو في فاول وبعد كده كرة حسبة فاول بعدها عشان جون مايجعش للفاول اللي قبل قبله ماينفعش لكن لو كرة مكتملة ماشي يعني كرة فاول بعد كده اكتملت فيروح راجع من اللعبة من اولها يلاقي فاول بس عايز اقول لها يعني بقولك كان فيه فاول قبلها للزمالك والله تخيل محدش خد باله الجماعة لو عندنا اللعبة دي هتهالي يعني مهودة تحتيب في النهاء قبل الفاول الجاه حدث ومحدش خد باله مهودة برضو ويقولك في الاخر ايه اصل الحكام بيتباحوا الزمالك يعني الحكام فعلا بيتباحوا الزمالك دي دا محسوب له 8 ضربات جزاء في 18 مطش اه 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 يعني مثلا موضوع الضربات الجزاء ده اه انت ااخد 7 ضربات جزاء في 18 مطش 8 دول 8 دول 8 دول 8 دول اه 8 ضربات اه طب المنافس ااخد كام 6 في 14 طيب يبقى مين الاكتر يعني 6 في 14 اكتر يعني يعني طبعا 8 اكتر بس هو بنسبة المشارات يعني فيه 4 مشارات زيادة لسه للنادي الاهلي نسبة لتناسب حتى الان لا الاهلي محسوب له اكتر ومع هذا محدش بتكلم في النهاية احنا ما بتتكلمش ليه يا كابت الخادس لانه هو ضربة الجزاء ومهو خطأ حصل انا بقولك هو اهم حاجة صحة الضربة اه 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 ده الكلام فيه اه لكن ما تكون عليها ضربة جزاء لكن تحسب عليها وما تحسبش ايه المشكلة اه المهم فيه خطأ ولا ما فيش خطأ لا ده اللي ادهى من كده بقى ما تكون عليها ضربة جزاء وما تتحسبش اه يعني ما تكون انا عليها ضربة جزاء وما تتحسبش لا ده محسوبش بيذكرها دي ده موجود كتير جدا يعني احنا عاديل من نتفرج على الدورة موجود كتير جدا وما حدش بيعلى طيب اه اه يعني كنا بنلاقي بعض الاعذار في بعض المباريات للزمالك اه في حالة الهزيمة او التعادل من حيثو مثلا الاجهاد اه تلات ماشرات في ست ايام سبعة ايام الضغط اللي كان بتعرض دي اللعيبة لكن مفيش ضغط والتحكيم كمان بنسبة كبيرة في المطش اللي فات نفوش يعني اخطاء فادحة تؤدي الى يعني اه كمان حالتنا مش عارف ليه يعني اه حاس ان اللعيبة كانت اوت اوفورم تماما مش مش هما مش يعني مش لقي سبب مش عارف يعني اللعيبة مبارح حسسونا يا كابتن خالد ان احنا بنيجي مع ضغط المباريات ازا ماك لما بيلعب ضغط ومباريات ورا بعد بيكسب 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 والفوز بيجي فوز وبيكسب ولما بنيجي نريح ونريح اسبوع على عشر تيام ونلعب بلاقي الفرقة مؤشر اداءها بيهبط فكا ان فرقة الزمالك عكس الحياة كلها ان لما بتضغط المباريات بتكسب ولما بتلعب بالراحة بتتعادل فامبارح كان بصراحة لغارة مكبير جدا اداء نادي الزمالك اداء هبوط جماعي للمستوى لكن لسه بدري على فكرة ما عرفش عارف الدولة السنة اللي فاتت اخر سبع ماتشاط احنا خدنا الدولة في اخر سبع تامن ماتشاط فاكر عارف كان الفرق اللي قتلى والاهلي كسب ماتشاطه كان كم؟ اربع لماتشاط الاهلي كان ستة اه ستة وكان مفيش ماتش بين الزمالك والاهلي يعني ما كانش فيه ماتش تاني بين الزمالك والاهلي كان لعب والماتشين وكان لو الاهلي كسب ماتشاطه يعني فارق ست نقاط عارف احنا خلصنا الدولة فارق كم؟ ست نقاط لأ يعني قبل ماتش البنك الاهلي الاخير والاحتفالي ده اللي اتعدلنا فيه ما خلاص كان الدولة انت حسم يعني قبل الاسبوع الاخير يعني كان الفارق ست نقاط يعني معناك كده ان انت عدت 16 نقطة عن المنافس يعني ايه ايه فساعتها الولاد كانوا مركزين يعني لسه مدري صح زعمر لسه مدري جدا ما انا بقول لحضرك عشان كان انا بقول لك ماهو كان فرق 6 وباقي 7 مقشط ومنزمك عدت 6 بالزبط يعني ده معناه ان الدوري لسه مدري وده انا دايما بقوله يا كابتن خالد المنافسة على الدوري لسه المرسون طويل جدا بيرام تكسب النهارة وبرامتز موجود في المنافسة هينفس هينفس موجود في دايرة المنافسة ممكن يبقى زي زمالك في النقاط على فكرة دايرة المنافسة زمالك اهلي بيرامتز هم التلاتة يبقوا موجودين للنهاية هيكملوا للنهاية في دايرة المنافسة الله علم مين هيطلع اول مين هيطلع اول لسه لكن دايرة المنافسة موجودين فيها زمالك اهلي بيرامتز هيبقوا موجودين الفكرة مش في كده كابتن خالد الفكرة ان التركيز مين الفريق اللي هيركز اكتر من الفريق اللي هيبذل مجود أكتر من الفريق اللي عنده الهدف عايز يحقق الهدف فأنا شايف أن الزماك اللي عمت الزماك لازم يعني هم كده يعني بيسيقوا نفسهم لو ما ما حققوش انتصاراته وما قدرواش يكسبوا البطولة دي لأن دي آخر بطولة كبيرة بقية لهم طبعا في بطولات تانية يعني في كاس لسه وكاس لكن أقصد دي البطولة الكبيرة اللي بقية لهم فما ينفعش يخسروا دوري أبطال أفريقيا ويرجع يخسر كمان الدوري صعب لازم بطولة من الاتنين وعنده لسه كمان مطش مع أسوان أعتقد في الدور قبل النهائي اللي هو كاس مصر كاس مصر يعني بطولة كبيرة وبطولة الأقدم وكل حاجة بس انت عايز البطولة الطويلة اللي هي الدوري بطولة الأطول دي بطولة مهمة جدا ما ينفعش تخسر في موسم دوري الأبطال والدوري ما ينفع طب هسألك سؤال بمنتاز صراحة عشان الموضوع ده قطي لبحثا يعني وقرأ كتير اللي الناس اتكلمت فيها البطولة الأقوى هل هي البطولة الأفريقية المؤهلة لكاس العالم للأندية هي طبعا طبقى البطولة الأغلى لكن أنا بكلمك من حيث المستوى يعني البطولة الأقوى هل بطولة الدوري بفرقها اللي موجودة زي زمالك أهلي بيراميز فيوتشر سيراميكا فاركو يعني الإسماعيلي المصري الاتحاد المقولين كل الفرق يعني المشاركة في المباريات المحلل كل الفرق مشاركة سموحة يعني ولق بينك الأهلي برضو ولق فرق زي مثلا بطل النيجر بطل أثيوبيا بطل تنزانيا بطل نيجيريا سانداونز الأهلي الزمالك التراجي الوداد الرجاء وفاق سطيف يعني شايف بيترو أتليتكو الأنجولي يعني سجرادة الأنجولي المريخ الهلال أنا بطولة أقوى منتصرح بصة كابتن خالي بطولة إفريقيا بقالنا بطولتين وأنا قلت الكلام ده والنزع لنا من اللي أنا قلته بس أنا بأكد عليه بطولة إفريقيا بقالنا بطولتين تقريبا نسختين المستوى الكرف بينزل البطولة مستوى أقل وأنا بقول لك هو الدور المحلي وبقولها تاني الدور المحلي أقوى من دور أبطال إفريقيا مؤكد ليه؟ هقول لحضرتك بطولة دور أبطال إفريقيا وده مش معناه أنا ما حطتش الزمالك في المعجلة أنا بتكلم بشكل عام عشان الناس بتحط الزمالك عشان الزمالك أخر بطولتين ما خدهاش أنا بطلع طب لو ما خدهاش وهي ضعيفة مع ناس بتقولك برضو ما هي ضعيفة ده موضوع الزمالك أنا بتكلم دلوقتي على البطولة عمتا رأيك كناقة درياضية عمتا ما بتكلمش على الزمالك أنا بتكلم على البطولة البطولة هي أقل من بطولة الدوري بدليل النادي الأهلي لعب قدام سيراميكا تعصر وفاس اتعدل بالعافية في آخر في آخر الوقت بدربة جزاء طيب النادي الأهلي لما راح لعب قبل نهائي نصف نهائي نصف نهائي ده يعني المفروض ضرب نار نصف نهائي ستين ألف متفرقوا بتاع حصل إيه فاس 4-0 وبصورة كان ممكن يفوز 8-0 كلمتش ممكن يطلع 8-0 معناه إيه معناه إن لا البطولة أقل أنا وجه بنظر وإنبارح الزمالك اتغلب من MP وده يأكد كلامي ده يأكد كلامي على فكرة مش عكس لأن الناس برضو تقولك إيه مهو الزمالك اتغلب من MP وسيراميكا كسب أنا بطلع زمالك المعادلة أنا بتكلم معنى إن MP يكسب معناه إن الفرق الدوري المصري فرق قوية والمصري كسب بالأهلي والسمالي كسب المصري أنا قلت ده لازم لو خدت بالك في بطولة الأوروبا بيطوروا في البطولة كل كمية يعني فيه تعديل تاني في بطولة أوروبا شغالين على اليومين دولار هيعدلوا بعض فرق تاني أنت عارف لا أعارف هيعملوا إيه هيخلوا دور الـ 32 هيبقى دور الـ 36 هيزودوا ست فرق في دور المجموعات بدل ما كل فريق هيلعب ست ماتشاط في مجموعته ثلاثة رايح وثلاثة جاي هيبقى أربع ماتشاط أربع ماتشاط أربع رايح وأربع جاي ثمم ماتشاط على آآ آآ يبقى المجموعة هتجبر فليه بيعملوا كده ليه هم كل شوية بيتطوروا ده ماليا لا مش ده تمام عشان البطولة تبقى قوية حافظ ماليا هتبقى ماليا قوية إزاي إلا إذا كان فيه منافة جديدة طب أنا عايز أسأل سؤال هو ليه الدور الإنجليزي بياخد منه أربع فرق وليه الدور المشعف الأسباني بياخد أربع ما إحنا ليه ما بنعملش ده هنا في مصر الدواء ده في أفريقيا موافقك ورأي يحترم يعني أنت ما تلاقي مثلا الزمالك والأهلي والبيرامز مثلا واسموحها وفيوتشر في دوري أبطال أفريقيا أفضل ملاقي بطل النيجر بطل رواندا ده اللي أنا أقول عليه إن أنا أنت ليه ليه الدوريات ليه بطولة الأمم الأفريقية ما يجيش على الدورات الكبرى في أفريقيا الكبرى وفيه خمس ست سبع دورات كبرى في أفريقيا ياخد منهم أربع فرق أو خمسة ده التفكير الجديد اللي الغادة الوقتي مرفوض من بعض الدول ده لازم إنه هو السوبر ليج الأفريقي كان عامي السوبر أفريقي يعني بطولة مختلفة هيختار منه عشرين أيوة هيختار منه عشرين فرق أخويا أنا بتكلم عن البطولة دي ليه ما اطورهاش البطولة الاساسية اللي عندي يا اتحاد افريقي ليه ما اطورهاش واجي عند الدور التنسي دوري قوي اخذ اربع فرق اجي عند الدور المغربي دوري قوي اخذ اربع فرق مصري دوري طبعا قوي اخذ اربع فرق السودان فرقتين الليبيا فرقتين جنوب افريقي اخذ جزائر مثلا فرقتين تلاتة مثلا كده جنوب افريقيا تلات فرق عندك مستوى عالي أنت بطولة أوروبا مين اللي بيوصلوا نهاي على طول منشستر منشستر سيتي بريستو جيرمان ليفربول مادريد النسخة اللي فاتت منشستر وليفربول من الدولة الإنجليزية اللي بتلقيهم في الأربعة وفياريال مادريد الاربعة السناء دي الاربعة اللي صعادوا مين اتنين من اسبانيا واثنين من منجلترا السناء اللي فاتت أعتقد كان النهايين بين منشستر سيتي وشيلسي كانت اتنين من انجلترا النهائي اذا اذا الموضوع ايه انا عايز فرق اقوى احافظ على مستوى بطولة ده اللي انا اللي بتكلم فيه ليه انا ما عملش ده في بطولة افريقيا ثانيا انا عايزين يعني انا رأيي الاوروبيين وصلوا لمرحلة كويسة اي سنة حسنة ناخدها نستهل مش بقى ناخد فكرة نعمل المباراة نهائية من مباراة واحدة يعني كأننا بناخد دي من اوروبا وهي مش عارفين نعملها حتى لو خدناها وعملناها نعملها ايه المشكلة انا حتى جاء علي عليها عايز اعلي عليها عايز اعلي عليها مهمة جدا بس عايز اقول على حاجة كابتن خالد ان انا لو خدت اربع او خمس فرق هبصة لقي بطولة في النهاية قوية جدا والغي قاعدة الهدف بهدفين دي برضو لازم تتلغي لان خلاص النهاردة انت بتلعب بره زي جوه زي اوروبا يعني قولا واحدا البطولة الاقوى بطولة الدول المصر حاليا البطولة الدول المصر نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا مع الاستاذ عمر الدردير يلا بنا ورجعنا لكم مرة اخرى ومع الاستاذ عمر الدردير قبل الفاصل كنا تطرقنا لموضوع تطوير البطولات الافريقية وكان رؤية الاستاذ عمر الدردير ان لابد من زيادة عدد الفرق المشاركة في دول الابطال من حيث يعني ان مش لازم بلد زي مصر تشترك بفرقتين فقط في دول الابطال او بلد زي تونس عندها النجم السحالي عندها الصفاقسي عندها التراجي عندها فرق كتير يعني الافريقى التونسي بس افريقى بعيد شوية الوقت يعني عندها فرق تقدر تنافس نفس القصة بالنسبة للمغرب عندها الرجاء عندها حسناية اغادير عندها المغرب الفاسي عندها الوداد طبعا نهض البركان كل دي فرق تستطيع انها تشارك في دوري الابطال يعني وكده البطولة هتكون اقوى سانداونز وورلاندو وفرق برضو جنوب افريقيا قوية جدا وبالتالي البطولة تكون اقوى ودي وجهة نظر ورؤية مستقبلية لمستقبل البطولات دي هتكون حاجة جميلة جدا وتدي منافسة اشرص واقوى وامتع لكل المشاهد يعني في القرى السمراء ثم اتجاهنا لفكرة شكل وتنظيم المسابقة وروحنا ان من دولار 64 بتقام البطول دولي الابطال بنظام الذهاب والاياب الا ان من تريبا ثلاث سنوات فقط تم تغيير النظام وبدأنا بمباراة اعتقد على ما اتذكر كان الزمالك والاهلي في المباراة النهائية ورشحة لهذا كان المغرب هي المرشحة لاستضافة هذه البطولة وكان مصر ايضا تقدمت لاستضافة هذه البطولة وكان منافسة بين مصر والمغرب وبعد كده تم تأجيل اللقاء اكتر من مرة بسبب كورونا اللي هو الدور قبل النهائي والنهائي وبعد كده حد ده ان في حالة وصول في الاتين من المغرب هتقام البطولة في المغرب وفي حالة وصول في الاتين من مصر المباراة النهائية هتقام المباراة في مصر وحالة وصول فرقة من مصر وفرقة من المغرب هتعمل قرعة انا فاكر كده تمام ثم البطولة الكونفيدرالية اقيمت في المغرب السنة اللي بعديها البطولة اقيمت في المغرب دور الأبطال وقيمة الكونفدرالية اعتقد كان على ما اتذكر كان في الكونغو يا جماعة تقريبا والسنة دي البطولة للمرة السنة التانية على التوالي دور الأبطال في المغرب لانها البلد الوحيدة اللي تقدمت هي والسنغال لاستضافة البطولة بجانب ايضا ان الكونفدرالية هتقام في نيجيريا صحيح شايف نظام البطولة افضل يعود لذهاب واياب وشايف البروباجندا اللي اتعاملت اخيرها ايضا بيان من النادي الاهلي بيطالب فيه باستضافة نهائي دور الأبطال بعد انسحاب السنغال من السباق يعني مع المغرب رأيك هي الحقيقة ببروباجندا كبيرة اوث عملت وضغوط كبيرة جدا انا مع ان يعني مع مطلب الاهلي ان المفروض تكون في ارض محايدة لكن الاهلي ما بيدعمش ده اتحاده كوركا مفروض يدعمه من الاول في خطأ في خطأ الناس برضو مش فاهمة فاكرة ان الاتحاد الافريقي ظلم النادي الاهلي الاتحاد الافريقي ما ظلمش النادي الاهلي الحقيقة ان في 19 يناير اللي فات الاتحاد الافريقي بعت لكل الدول المشاركة ان مين عايز يستضيف النهائي مصر لم تتقدم تقدمت المغرب والسنغال ونيجيريا تقدمت بالنسبة للكونفيدرالية انا ما اتكام على دور الافطال عسوة كان ال 19 ناير ده كان دور الافطال الكونفيدرالية بطولة افريقيا تحت 23 سنة ايوة يعني كان في كذا برضو بطولات نسائية في كورات القدم ما انا بقول لهم كان كذا فبالتالي المفروض الخطأ خطأ النادي الاهلي وخطأ نادي الزمانك هما كان مفروض مش خطأهم في المقام الاولى هما لو عايزين كانوا طلبوا كان مفروض يطلبوا من اتحاد الكورة ان يقدم لان احنا ممكن واحد مننا يوصل للنهاية او ممكن هما الاتنين يوصلوا للنهاية محدش طلب بدليل ان اتنين يوصلوا للنهاية دلوقتي بيطلب يعني كان من المصر بعد فوات الاوان بعد اختيار البلد الناس برضو مش فاهمة القصة ان المفروض يوم تسعتاشر التحاد الفقلي طلب من الناس وحدد معادل خلال شهر تقريبا اخر مواد للتقديم لم تتقدم مصر فبالتالي خلاص مصر مش من الدول اللي هيتصوت عليها لما جيت تصويت النهاية بقوض المكتب التنفيذي المكتب التنفيذي بيصوت على الموجود مين النهاردة موجود؟ السنغال والمغرب طب نعمل تصويت والسنغال انسحد فأصبح المغرب بس قبل ما تنسحب كمان كان 16 لتلاتة وبعد كده انسحبت تمام اذا الموضوع مفيش توجه ضد الاهل عايز اقول كده مفيش توجه بس هي الفكرة ان انت اللي غلطت بحق نفسك انك ما قدمتش هو بس غلط الاتحاد الافريقية استاذ عمر غلط لحد الافريقي ان السنة اللي فاتت كان من الممكن جدا الوضاد يصل المبرى نهاية ولكن هو اتغلب من كازر شيفز وكان هيتقابل الاهل معاه في المغرب فما كانش فيه مشكلة لان في داك الوقت حددت البلد التي ستستضيف من بدري صحيح لكن هنا خطأ الاتحاد الافريقي هو عدم ان نتأخر انا عندي بعض كاسي الام الافريقية صحيح كان عندي كاسي الام الافريقية يوم 9 يناير بدأت صحيح فكان ممكن في بداية شهر اتنين يعلن الدولة التي ستستضيف الكون فدرالية والتي ستستضيف دول الابطال ونبتدي بقى نلعب دول المجموعات ومحدش عارف مين هيوصل مزبوط ده ده الكلام المزبوط اللي كان مفروض يحصل لكن لسبب ما انا مش عارفه ايه الاتحاد الافريقي اخر الموضوع لكن في النهاية هو عنده الدول المتقدمة هو اخر بس التصويت عليه فبالتالي انا شايف ان النادي الاهلي بحقدش وقف ضده لكن هو الخطأ عندنا احنا ان احنا ما قدمناش من الاساس لما مفروض الاتحاد الكورة يقدم فيبقى ليك كده حق لكن الاهلي كده ملوش حق فكل البرمجاند اللي بتحصل واني ألجأ للمحكمة الرئيضة والحاجات دي كلها طب يعني في النهاية فيه لوائح فيه مكتبات وفيه تمام يعني غد فعشان كا انا شايف اني مش هياخد حق في النهاية الاهلي يركز في المباراة يركز في لعبه ومالهوش علاقة بال بالمناوشات دي تمام نروح بقى ليه رأيك فيه قبل ما نيرجع لكرة القدم رأيك فيه بطولات الصلاة الفترة اخي خصوصا في رمضان بعد رمضان انا بقى بتلاكش من قبل العيد وكده فترة كبيرة وحتى كمان رأيك بقى في الانتصارات الاخيرة فوزنا بالدوري والكاس في الطائرة فوزنا بالدوري كان نفس السوبر الافريقي دي تلاعب في رمضان السوبر الافريقي اللي احنا اتغلبنا فيه ليه يعني في رمضان بيبقى في بركة شوية لكن عايز اقول ان العاب الصلاة نادي الزمالك متفوغ جدا في جميع العاب الصلاة نادي الزمالك في الهندبول فاز بالدوري اللي هو بطل الدوري آآ الكرة الياد نادي الزمالك يمكن خسر آآ خسر بطولة الكاس آآ قدام سبورتنج عارف ليه احنا خسرنا لا مش قدام سبورتنج عارف اخسرنا ليه لا خسرنا قدام سبورتنج وبعدين لعبنا لعبنا بعد كده اتعملت بطولة بشكل معين سوبر برضو كسبها الزمالك سبورتنج والاهلي ثم السوبر الافريقي هو اللي خسره آآ عارف ليه بقى خسرنا غير انه هو ما كانش في رمضان يعني عارف يخسرنا عشان شيكابالا ما رحش هناك آآ شيكابالا شيكابالا الحقيقة كان سبب طبعا كبير جدا لانه شيكابالا ده بالعكس شيكابالا لما الجماهير بيزود شعبية ده كمان شيكابالا لما الجماهير آآ في السوبر يا كابتن خالد السوبر المصر آآ لما راح للجماهير بتهتفلوا وبدأت يعني تسب في النادي المنافس شيكابالا رفض وقال لهم علش قال لهم لأ كان موقف صراحة رائع من شيكابالا وروح رياضية ودي حاجة كويسة ولازم نزكي الحاجات اللي زي كده دي حاجة كويسة لكن في المقابل فجئنا ان جماهير المنافس بتسب شيكابالا بدون اي سبب ونادي الزمالك في المباراة الاخيرة بتاعته طب ليه يعني ده الرجل حتى تسبق وعمل موقف كويس جدا ورفض سب النادي الاهل يعني ده موقف سيبك من الموقف ده لان الموقف ده اصبح ما بين شيكابالا لكن الاصعب من ده يا كابتن خالد انه افاجأ اني هاشتاجات وهجوم على احمد الاحمر طب احمد الاحمر يعني احمد الاحمر الحقيقة لعب نموذجي جدا كورت اليد وكلها سواء الزمالك الاهل في كورت اليد كورت اليد لها طابع خاص ناس كلهم على مستوى عالي اللاعبة بتحضن بعض بعض المباراة قبل المباراة في روح عالية جدا جدا في كورت اليد لكن فجئنا اني برضو هاشتاجات واشتيمة في الاحمر بجد المباراة والله انا مش شفتها اقصد انا حاجة غالية ليه 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 ده احمد الاحمر ده يا شخصية بتون اي سبب لا 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 يتسبب في اي مشكلة ولا نهائي انا انا مستغرب جدا وهو مش مسير للجدل ولا ولا بيعمل اي وضيع مش عاف ضربات جزاء وضيع مش انت اه لا ضيع على فريق فيه تقليل منه يعني انا مش هاهيم انت الام من الاحمر ليه لا اوه فيه كان هاشتاج ايه بيقلل منه يعني اه 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 مانا بقول له احمد الاحمر بيتقلل منه تخيل احمد الاحمر ده ميسي كورة اليد في افريقيا طبعا يعني ارقامه ده يعني مع كامل احترامي يعني مع كامل احترامي احمد الاحمر عنده 56 بطولة كابتن خالد احمد الاحمر عنده 56 بطولة النادي المنافس عنده اه حوالي 43 بطولة ام يعني احمد الاحمر عنده بطلات اكتر والنادر منافر بس هنا السؤال بقى يعني عايز اقولك ان الموضوع مش كده يعني انفعش حجم احمد الاحمر اهجمه بالشكل بص يا سيد عامل كده بنهدم ثوابت ايه بقى لو انا عندي توجه ضد شيكبالا لانه مثلا شيكبالا قبل كده مثلا تعرض لضغوط فتطول على المنافر راح اغنى مع الجمهور فعندي مشكلة معاه وهو عنده مشكلة معاهم فحيكون ده موجود فهيبقى فيه مبرر ونوعه ان نتفهمه وننقشه لكن احمد الاحمر مفيش اي مبرر مفيش اي مبرر ولا اي منطق وكده فكرة ان انا بتطول على شيكبال عشان هو بتطول علي هتتهد لان انا كده بتطول على احمد الاحمر وبعمل هاشتكات ضده وهو محترم ومقدم ومعملش اي حاجة ولا عمرو عمل اي حاجة يبقى الموضوع مالهوش علاقة بالتطاول ده لا ده هو الموضوع حاجة نجم في كرة بقى ونجم اليد او نجم ال فانا شايف ان ده يعني سقطة جبيرة جدا للجمعير اللي عملت كده وتمنى ان تعود الروح الرياضية من جديد زمالك اهلي اهلي زمالك الناس لازم ترجع تاني للروح الرياضية كابتن خالد مهم جدا احنا في الرياضة في النهاية في منافسة والرياضة بدون منافسة يبقى نلغيها احسن لابد ان يكون في منافسة ومنافسة شريفة بص هنا في قناتنا دي الزمالك والمستشار مرتضف اكتر من موقف كان بيبقى ضد جمهور الزمالك في الملعب نفسه فاكر او لا اه وانا هنا في قناتنا دي الزمالك قلت غير مقبول ان اللعيبة تتطول على على الجمهور وغير مقبول ايضا ان الجمهور يشتم اللعيب انا قلت كده كان في مرة حصل موقف بالمناسبة دي المستشار مرتضف في اكتر من مناسبة يوقف الجمهور ويقول لهم لا ويرفض السباب فده يعني يا جماعة احنا عايزين نروح الرياضي ترجع بالظبط ما ينفعش كده يعني رئيس النادي بيقول لك انا مش عايز جمهور وبييجي على جمهوره احيانا ما ينفعش علشان خاطر يعني يقرس على جمهوره علشان خاطر يدي عبرة للجمهور التانية عشان كده ما ينفعش بعد التطول على شيكبالا او التطول على نادي الزمالك من قبل جمهور اطلع كإعلامي او اطلع كبيان او نادي اشيد بالجمهور اه طبعا يعني ممكن اشيد بيقى ولكن اطلب منه عدم التطول على النادي المنافس او عدم التطول على اللعب المنافس كده المفروض ولا انا غلطان لا بس انا عايز اسأل سؤال للاتحاد الافريقي اتحاد الافريقي لكورت خدم كبه لما سمع فين مرائب المباراة اللي سمع الهتافات اللي ضد نادي الزمالك وضدد شيكبالا في المباراة الاخيرة تلاقيه مرائب افريقي مرائب المباراة مرائبش عربي اه مبيعرفش عربي اه ممكن غالبا مبيعرفش عربي طيب اخيرا بقى قبل ما نروح للصور وكده بيقولك عمر الدرديري ابتدى يشجع علعاب الصلاة عشان الكرة مش جايبة همها وكده فابتدى جمهور وتودي علعاب شهيدة لا يهتم بها احد وكده يعني في رأيك لا طبعا ده كلام محترم جدا بدليل انه هم تلوقتي عاملين هيصة وزحمة كل اللي قالوا كده الناس نفسها لنفس حتى النقاد اللي قالوا كده هم نفسهم فرحانين بفوز الاهلي بزمل الكرة زمل زمل يعني يا اصدقاء لا والله حبيبك وليه لا والله قال كده معك قاله دي علعاب شهيدة اه علعاب شهيدة مش يعني وهم بيحتفلوا هم نفسهم بيحتفلوا بفوز الاهلي بالصوبر الافريق مبروك وكل حاجة ما عندناش مشكلة بس انا بكلمك ان انت بتكيل بميكياليل ليه ما هو انت قلت ان هي علعاب شهيدة مش عايزينها واحنا مش فاكرينها واحنا مركزين مع مع كرة القدم طب اسألك سؤالين سبحان مغير سألك سؤالين ان هما السؤالين صعبين جدا سبحان مغير الاحوال طب اسألك سؤالين بس عشان مناسبة ان اهتمام جمهور الزمالك بالالعاب الصلاة وطرقه لقرة القدم سؤالين مهمين بس بس ارجوك تجاوبني عليهم لان المعلومة مش عندي تمام ممكن من هو بطل الدوري في كرة القدم نادي الزمالك طبعا يعني هو بطل الدوري الفات وما زال غير دلوقتي طب مين متصدر الدوري حاليا نادي الزمالك في كرة ايه في كرة القدم فعلا اه تخيل طبع مش بجاج إلى الصلاة وصلا quotes يبب بطل ما احنا ا احنا انت مجبطل في كرة القدم اان اروح للالعاب الشهيدة الكرة القدم ما ننجدعه جاب تنقيل هم بص يعني مع كامل احترامي شديد يعني الزمالك هو بطل الدوري وما زال بطل الدوري في كرة atively نادي في كرة القدم طب في اليد الزمالك بطل دوري اليد في الطائرة الزمالك بطل دوري الطائرة الزماج بطل دوري السلة حتى الان وبطل افريقيا في السلة ايه بقى ايه الاهتمام بطل افريقيا في السلة ايه الاهتمام بالالعاب الشهيدة ما احنا مهتمين بكل حاجة طبيعي اي حاجة بتمثل للزماج بنا استدى فكرتني ربنا يرحم كل شهدائنا رب يا رب رب كل الناس الزباط والجنود اللي ماتوا من اجل يعني بلدنا وبيضحوا رواحهم وبحياتهم للدفاع عن الوطن ربنا يرحمهم جميعا رب ويجعل جانا مكانهم وعايز اقول ان كل الحوادث الارهابية دي يا كابتن خالد تقدر تكتر بعد لا بتزيدنا صلابة وبتزيدنا تماسك مع الدولة المصرية مع الرئيس المصري مع الجيش المصري احنا متماسكين معهم الاحداث دي والارهاب ده بيزيدنا تماسك مش بيخلينا بالعكس احنا بنفضحنا بنتماسك اكتر طيح نروح سريعا كده اخر فقرة معنا الصور بقى وتقييمك اه ابو جبل سبعة من عشرة سبعة من عشرة نروح للمسلوسي واحد من عشرة ياه اه دي قناعتك ماشي نروح للحازم امام ما اختبرش فترة صغيرة ويعني برضو كان ادقه مش هو بس فترة بس هو مظلوم برضو ونازل والفرقة بسم الله بسم الله كلهم بعادي ما اختبرش نروح للصورة محمود علاء محمود علاء خمسة من عشرة خمسة من عشرة هو 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 كان من واضح ان هو مش مركز مبارح اه لا لا حتى فيه كرة عايز يرجحها للمرمة دي قالشت دي وتلقيت قوي دي اه 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 ده كانت يدل على ان هو مضغوط مضغوط اه اه مضغوط ولكن يبقى لقاءة كبيرة الونش برضو خمسة من عشرة خمسة من عشرة نروح للصورة اللي بعد كده فتوح اه اربعة من عشرة أربعة من عشر من أقل المباريات نروح للصورة اللي بعد كده عبدالله جمعة نقدر نقايمه ما نلحقش بقى تمام نروح للصورة وبقى له كتير بعيد طريق حامد يعني بصراحة طريق حامد يعني ما كانش هو طريق حامد اللي احنا معرفه عشان كان هتديله ثلاثة من عشرة بس ياه من أقل تقييم دي نروح للصورة اللي بعد كده رؤة اتنين من عشرة والله مع أنه أنا شايف الشرط الأولاني يعني كان بيقدي وبيباصي صح لا في المكان ده يعني فرصة عمره جات له تستغل الفرصة تلعب وتزيد قدامه وتشوت فين كيفين اللي كان بيشوت بس انت قاصف أرقامك قوي نروح للصورة اللي بعد كده سلام ثلاثة من عشرة نروح للصورة اللي بعد كده زيزو سبعة من عشرة معين برضو من أقل المباريات أو دايما بياخد عشرة أو تسعة من عشرة أو تسعة من الزبط بس طبعا برضو بسبب أوباما أربعة من عشرة معينه جات له ربع ساعة كده اللي هي أولى الساعة التانية في البداية يعني ماشي كويس آه تمام نروح لأنه صنع كذا كورة يعني الجزيري لا ما اختبرش يعني ما نضعش نقيمه برضو معينه لعب شوت بس ما يعني ما ظهرش خالص يعني يعني وش عايزة قيمه في المباريات عمر السعيد يلا نروح للصورة اللي بعد كده عشرة بن شار ايه آآ حزين جدا كان ممكن يبقى أحسن من كاب كتير قوي يعني قدى مباراة خلاص عقده بينتهي آآ آآ يعني واضح أنه مش مركز مش مركز بسبب العقد فواضح أنه مش مركز طبعا ثلاثة أمان عشرة تفتكر ممكن يروح الأهل آآ يعني أنت عارف دايما حساسية الأهل والزمك لازم تنتهي لاعب أنا مش محتاجه خلاص يروح جمال قضية دعني بس بنسباله هو تفكيره هو كلاعب أنت دايما يعني فرجاني مثلا لعيب برتبط بالجمهور الزمالك لو راح لجمهور الأهلك هتتبقى آآ طبعا غير ما راح تدحيل دي بتاعته هو هكافة ما نقدرش آآ هو اللي يقيمها يعني أنا لو منه لو أنا من أشرب بن شاري مش هروح الأهل لأن أنا خلاص اسمي ارتبط ببطولات الزمالك وبناجل الزمالك هنشوف الدون يراح الفين يا خبر نهارده ببلاش بكرة نهارده بفلوس بكرة يبقى ببلاش عمر السعيد أربعة من عشر نروح في صورة تانية أم لا خلاص آآ ما نقدرش برضو نيمار آآ لا لا فترة صغيرة هو وبيتديله برضو لسه بدري عليه آآ عايز وقت كم آآ فريرا تديله كم من بارح ستة من عشر ستة من عشر آآ تمام متفاقل يعني فترة اللي جاية آآ مش هيبقى فيه أسوأ من كده آآ آآ يعني لا يمكن الفرقة هتمر بمرحلة من عدم التركيز زي ماتشن بالح أعتقد صعبة جدا آآ فأكيد اللي جاي أفضل أكيد اللي جاي أحسن أكيد الفترة الجاية هيتم التعديل ويعني تقول له جمهور الزمالك هتبقى جمهور الزمالك جمهور عظيم جدا دوره إيه تقوله دوره إيه الفترة الجدا جمهور الزمال جمهوره عظيم جدا وعنده دور رائع عنده دور مهم جدا لابد من المسندة والدعم في الفترة الجاية مهم جدا جمهور الزمال بيحب كرة قدم وبيفهم كرة قدم فلازم يساند فرقته ولازم يوقف وراء إدارته لأن ده مهم جدا في الفترة الجاية الدعم والمسندة للزمال في المرحلة الصعبة دي اللي انت فترتين قيد انت ما عندكش قيد فمرحلة صعبة بالنسبة لك يعني انا لو المنافسين عندهم فترتين قيد تخيل مثلا لو الاهلي وبيراميز مثلا يبينفسونا بقالهم سنة ونص مجبوش ولا لاعب ما انا بقول لحضركها هيبقى صعب جدا جدا عليه ده بطل اللي قادر يستحمل ده كابت الخال يعني فترتين قيد وانت ما عندكش لعيبة جديدة مش قادر تجدد دماغك وفي نفس الوقت بتحرز نتاجه وبتجيب دوري وبتنافس عالدوري حتى الآن لا انت يعني بطل اللي بتعمل ده تمام شكرا يا سيد عمر شكرا جزيلا لتواجد حضرتك معايا نطلع لفاصل وسعب البعضيها اسلام مجاهد واطلالة على دورة الدرجة الاولى به وبعض المطشاط والاهداف والفرق اللي وصلت للدورة الممتاز في الموسم الجديد اللي هيبتدي في نهاية شهر عشرة القادم بازن الله بعد الفاصل ورجعنا لكم مرة اخرى وفقرة مهمة جدا وفقرة دورة الدرجة الاولى به مع كل ما هو جديد مع اسلام مجاهد ازاك اسلام عمي يا كتخالي خبرك ايه خبرك يوحشنا او انت كمان وكيساو انت طيب وحرك طيب يا كتخالي طيب عايز اقول ان الحرس في طريقها للصعود لسه بس بنسبة كبيرة يعني هتصل واصوان رسميا هي والدخلية وصلوا بالضبط كده واصوان والدخلية مش من الفرق الغنية صح الدخلية فرقة مؤسسات برضو عايد يعني يعني السنة اللي فاتت فرقه صعد فرقة غنية فيوتشار صعد فرقة غنية كان من المفترض ان هو صعد وفرقة غنية بس هي غنية حكومية فما كانوش بيصرفوا فلوس السنة اللي فاتت قابلها البنك الاهلي يعني فيه كده السنة دي التلات فرق اللي صعدوا فرق ايوة مؤسسات بس او فرق جمهريزة اصوان بس فرق مش بتصرف فلوس بالضبط كتير صح كده طبعا ده شيء مؤكد بس برضو هنرجع تاني للاندياش شعبية برضو وهفضل انادي بالموضوع دهوات الاندياش شعبية بنشوف النهاردة المنصورة كان بلعب ده منهور فرقة من الاتنين بتلعب على الهبوط والهبوط يعني المنصورة كانت تنزل درجة تالتة المنصورة كانت واحد وتلاتين بونت وتسعة عشرين بونت ودمنهور سست عشرين بونت فالمنصورة تكسب دمنهور في دمنهور تخيل دمنهور من سنتين كميل عبدالله ممتاز النهاردة دمنهور النهاردة يعني انا عايز اخل حراك بس وطنتك الدرجة تالتة وبقى كانت طلع السنة مع عبلاطيف الدماني بتتكلم في مجموعة الصعيد سهاج وانا محافظتين وباني سويف بنافسه الحد دلوقتي على الهبوط يعني بتكلم باني سويف السنة اللي فاتت مع حسن موسى كان ديها كاتل لاطة تشوف ده ياسر الكنيني شايلين وعشين كسب طبعا هو معزوله هو جاي في ظروف صعبة هو ومجلسه لكن شايلين وفرحانين ببقاء المنصورة واللي ناعم على الارض بص الصورة مع عبدالله اللي ناعم على الارض اللاعب دمنهور انهيار طبعا وحزين على خلاص ده بنسبة جميلة نسبة بالضط كده لان المطش الجاي كمان ده منهور راحلة بقول لأسمدة فبقول لأسمدة والحمام عنده مطش عائلي مع الرجاء هو الرجاء دلوقتي خلاص الرجاء هضت بشكل عائز يعني الحمام هيكسب وعايز اخدك لموضوع مهم قبل ما نبتدي النتائج انا سامعك انت وستاذ عمري الدردير بتتكلمه من شوية على موضوع اقاف الكيد للزمالك والزمالك مظلوم بيقاف الكيد في فترة الانتقالات الصيفية وفترة انتهى الشتوية طب ما الرجاء نفس موضوع الزمالك تتغالى ما نمعرفش موضوع ده الرجاء موقوف كيده موقوف كيده بالاتحاد الدولي كان جاب لعيبة في بداية السنة زي اي نادي خالص توقف كيده من الاتحاد الدولي ليه بقى برضو شكاوي لعيبة افريقي يعني بالضبط كده عشان كان ليه فلوس بالضبط وحصل كذا مرة انزارات وبعاكية حصل الغرامة بكاف الكيد فترتين كيد ليه فترة الانتقالات الصيفية ده اعتقد كمان فارقه توقف كيده لا انا بكلم فارقه بيقوله توقف كيده عشان سيف تاري سيف تاري او اللي هو اللعب المريخ اللي بيلعب منتخب السودان كان جاه واجاله صديبي على فكرة في بداية الدوري فعملوا شكوى لنادي تريبا المريخ عمل شكوى فلاقوا ان اللعب ما كانش عقده منتهي فطبعا احنا بنعظر العادة الزمالك ودورة الزمالك في ظل الظروف الصعبة دي وبينافس على الدور في ظل وجود برامد باموالها وفلوسها ووجود النادي براء رسميا خلاص نزل ها مين الرجاء طبعا ده كامل اربع سنين في الدور ده نزل بكرسة كمان يعني انا عايز بالكارسة سلاعة كده يعني احنا قبل كده بنقضي نادي نقولي موسيبات الناشئين التسنين التزوير الكلام ده كله بيحصل في المسابقات الناشئين فتخالي انت الكارسة اللي عندنا الكبيرة اللي النهاردة اتحاده كله لسه بيحكم من اسبوع بيعطاه حرص الحروب ثلاثة بنت بتوع مطش الرجاء الدوري اعلاني بسبب اللي النهاردة الرجاء اشرق لعيب بكبني لعيب تاني يعني احمد جميل يا مهرب يال انا كنت شايف ان اولمبي متصدر وفجأة بعد المطش اللي فات قالك فرق سبعة انا استغربت جدا فيه قرار غريب اللي اللي بيعملوا برحيل الكابتن احمد سيري اه طبعا ده كان نقل وعاكده على نوع جيه بعد ما مشي من الشرقات كان فرق نقطة قبل المطش اللي فات اه فطبعا الحراس الحروب ده عمل شكوة في التحاد والقرار الاسمية بالفيديوهات واثبت ووليه الاحقية في التلاتة بنت بتوع الرجاء خلاص اللي احمد جميل ده لاعب اللي لاعب في الملعب غير اللي لاعب اللي لاعب بكبنيه ازاي بقى ازاي بقى يا كابتن انت في الناشئين بتشوف الحكم بيعد عشان طبعا يعني الكلام ده ما حصلش في دور الممتاز لان اللعاب اصلا وشه مألوف عند الحكم وفيه اعلام وفيه ناس فبيبصوا انت عندك في مسابقات الناشئين المفروض الحكم بينادع على العاب بيبص الصورة اللي في الكن هي نفس الصورة اللي ايه اللعاب اللي هو في قدامه فالنهار ده في مسابقات الدور الممتاز بيه الدرجة الثالثة خلاص وابعتنين ده الفريق اول فالاداية اللي بيعمل ايه بيروح ويكتب الاسكورشيت بيكتب الاسكورشيت وبيديه للحكم والحكم بيصفر وينزل يبتدي الماتش ده اللي حصل بالزبط طب معلش انا اياسف فضل يعني معلوماتي القليلة جدا فضل ان عشان تتقدم بشكوى لها وقت ده المادة 72 انا قولك من بداية من المرايعة مثل اقولك خلال عشرين يوم لحين انتهاء المسابقة المادة 72 في القانون العقوبات لحين انتهاء المسابقة المادة 72 على فكرة فلايحة اتحاد القرى فلايحة اتحاد القرى عن مادة 72 قانون العقوبات ده في القانون أرهلك بالنص كمان المادة 2 ساعين بتقول النهاردة لحد انتهاء الموسم يعني النهاردة لو قدمت شكوة في بداية الموسم ولحد انتهاء الموسم قدمت شكوة يا جزي الشكوة دي وتتقابل وتتبحث فيها وكان الرجاء كان كذبان الرجاء كذبان الحرس الدول الأولاني 1-0 فاتحسبت النتيجة للحرس وبعد ما كسب الأولمبي بقى فارق 7 مونت كسب التاتة بونت بتوع المشكلة مش كده كمان بعد ما اتحسبت النتيجة فالحاج ساعد أبو صندوق رئيس نادي الرجاء على صفحته الشخصية طلع وقال اللحمة الجميل ده هو طبعا قدم شكوة وتظلم في اللعقوبة بتاعت اتحاد الكورة وقال طب منتو حسبت التلات نقاط بتاع الحرس طب من النهاردة اللاعب ده تلعاب هو بقى على صفحته الشخصية لعب مطش ده منهور وده مهور بتنفس على الهبوط خلاص وده عرفت اللي أنا ده مهور قدمت شكوة لعب مطش بلدية المحلة لعب مطش الزرقه اللي نزل في الدول طب معه منطقيا كده لازم اتحاد الكورة يحسب كل المطشات اللي اللاعب ده لعبها لصالح الفرق كل نادي هيقدم فيديو ويزبت فيه للعب ده لعب المطش يحسب التلات لكنهو مش بالكريم يعني أنا عايز اعرف حاجة هو الكرني سليم بس اللاعب مش بصاحب الكرنيه شكل تاني غير دوت وعشان تزبت لازم تباين فيديو فالحرس باقي كان مسجل المطش يعني؟ كان مسجل المبرامة مسجل مثلا كاميرا فيديو الكاميرا بتاعت النادي مسورة كاميرا كنافة ده ايه مسورة فجابوا شريط الفيديو اللي هو رقم ده وجابوا اللي سكورشيت طب ما ممكن ده مانهور تكون مسورة المطش ايه بالزبط ما ممكن يكون اي نادي مسور المطش وكمان رئيس نادي الرجاء قدت لها عال كده لا معلش كمان انا اسم من غير كمان من غير يعني انا ما يكون رئيس النادي صاحب النادي قال كده على صفحته ان اللعيب اللي انتو ادتوله اللعيب اللي انتو ادتول تلات نقط الحرس ده لعب ست مطشاط تانيين يا رجل بيعترف مش محتاج فيديو بقى الرجل رئيس النادي هو اللي بيعترف اعترف اعترف فالمفروض الاتحاد الكورة يحسب كل المطشاط اللي اللعب اللعب فيها دي للصعب الفرق التانية الاتحاد برضو كورة يا كابتل مش هياخد الكرارات على الكلام عصور هياخد الكلام بالدليل يعني نهو ده هاتلي فيديو اثبات رسمي وهاتلي الاسكورشيت بتاع المباراة بصعب الموضوع هو اللي بيعترف على نفس ده الاعتراف بيقولك الاعتراف سيد الادلة بالزبط كده يعني ولا انا غلطان عندك بقى حاجة تانية قبل ما انوح للموضوع ده بالنسبة لبقى التزيور الكلام ده كله وعند هنا مشكلة برضو تانية وكارثة في الدورة الدرجة الثالثة درجة الدرجة الثالثة اه بين النادي العبور والمنافس ليه فرق 16 بنت بين النادي العبور والمنافس ليه المنافس ليه اعترض على نادي العبور بسبب بيلعب لعب مزور اسمه رضا محمد حسن من رضا محمد حسن دوت ده العيب هو المفهود موليد 97 انا بقول الرواية من الناحيتين يعني مش هكلم من ناحية واحدة بس ده موليد 97 اخته توفت وهي صغيرة اسمها رضا هو اسمه مش رضا اخته توفت وهي صغيرة فاللعب خاد شهادة ملاد رضا اخته ورضا ده بينفع ولد وبنت الاسم بتاع رضا بينفع ولد وبنت وهم رايح مسجل نفسه وهو صغير وغير نوع الزكرة وانسة خلاص وبقى رضا لعب محترم بيلعب في نادي انبي في اقتعاد ناشين نادي انبي وتصعد من نادي انبي راح مع كابتن رابع ياسين منتخب الناشئين خلص منتخب الناشئين وخلص نادي انبي راح لعب في نادي العبور لعب مع كابتن رابع ياسين في منتخب الناشئين وراح نادي العبور من سنتين السنة دي هو طبعا نجم فري العبور في الفري الاول صعد بنادي العبور فلق 16 نقطة عن النادي المنافس تمام طب ايه مشكلة بقى النادي المنافس طبعا ده العين مزور لا مش مزور كده ازاي مش مزور ازاي اقول لك ازاي اللعب المزور ده في قطاع ناشئين يعني اللعب مسلا مريد 97 وبيلعب مع 2001 احنا بنتكلم في ورق بسمعني بس اسمعني بس انا دلوقتي عبور ده فريق اول ولا ناشئين فريق اول فريق اول وناشئين يعني لعب عنده 16 سنة لعب عنده 20 سنة اللي يعاقف في ده اللعب نفسه ومش النادي ايه ماشي السنة هو لعب هو لعب مفيش تزوير في لعبه لكن في تزوير من اللعب نفسه الرواية دي اللي حرج بتقولها طبعا مسؤول انت في انت قصدي افهم قصدك طبعا انا قصدي انا بزور ايه ما كنا مثلا فريق موليد 2004 فييجي 3-4 لعبه مسننين او مزورين يلعبوا هم موليد 2001 فهم 3 سنين اكبر من موليد 2004 لكن فريق اول مفياش تزوير لكن فريق اول لو تزوير بقى في اوراق رسمية وحاول نفسه منذكر لانسا ده هيحسب اللعب نفسه جنائيا جنائيا مش النادي بالزبط زايد بقى رئيس نادي العبور طبعا هو بيتكلم النهاردة انا في بداية الموسم اما باجي اجيب العيب بعمل عليه السعلم فين في اتحاد الكورة بالزبط في اتحاد الكورة اقرب ايه بورقه الورق اللي هو الموجود الورق السليم لكن الخلفيات ده اللي حكايت ده بيلعب بكنيه اخته والكلام ده كله ده كان راجع لخلفيات قديمة للنادي المنافس وعرف تفاصيل صحيح فالموضوع ده الوقت متحل يعني ده كان بيلعب في امبي طول الوقت مزور لا منتخب مصر ولعب في امبي مزور يعني في قطاع الناشئين كان مزور بالزبط كده لأسف عندنا تزوير كتير جدا في قطاعات الناشئين وعندنا متسنين كتير جدا في عندنا كمان حاجة اخيرة في امبي والنادي الاهلي في مسابقة الناشئين كان الكابتن سيد غريب الموديل الفني كان 2003 في النادي الاهلي كان مسك نادي امبي 2003 فالنادي فرقيت امبي يلعبوا بعض نادي الاهلي 2003 فتب يلعب نادي امبي 2003 اه فهو عارف اللي الجوني اللي كان مسكوه في الالفين وثلاثة بتاع لادي امبي. مزور. اه. فبيلاعب النادي الاهلي. اه. في العمل былоعب ده مزور فالثبت اللي هو مزور. ام النادي امبي ثبت اللي في لاعب تاني في النادي الاهلي مزور. متكلم جده. فبسم الله العزيم. يعني فيه لعيب من الاهلي مزور وفيه لعيب من الاهلي مزور. بس انا عاستى تهière سؤال بسيط كده لكافتن سيد غريب. colors. يعني انا invece انا بص المواضح لا تتجزأ. يعني انا دلوقتي ق سيدات غريب او انا مدرب نادي امبي. فعندي لعيب مزور. فموافق انه يلعب معايا. بالضبط. اما روحت انضربت النادي الاهلي. اما روحت انضربت النادي الاهلي. روحت مع ما اعترف على الواد اللي انا كان بيلعب معايا. هو ممكن يقول لك ايه ممكن يقول لك ايه انا مكنتش عارف هو في امبي اللي هو مزور. بس جال معلومات جال معلومات اما روحت النادي ايه اللي هو مزور. يعني هو كان هو كان بيدرب امبي والحال انت كان بيلعب معايا وبعد كده راح النادي باهلي والحال ده بيلعب ضده فرح عمل شك وضده هو كان مدربه في امبي وتلعى مزور و امبي اعتردت على العيب ده واقعة شهيرة يعني في مسابقات النشين كانت شغل والاتنين خسروا ماتشات ولا امبي ترتيب بقى يعني ده بيخسر الماتشات اللي لعب دوت والماتشات اللي دوت فترتبت تقريبا طب كده الزمالك هو اللي كان ينافس لا اللي خاد البطولة دي تقريبا امبي والزمالك التاني ما انا بقول لك خلي خد البطولة طب كده لو هو ده مزور ده مزور الزمالك يبقى الاول الماتش دوت الماتش ده تقريبا حسب يعني اتلغى نتائج و حاجة زي كده لكن اللي كان مزوريه طيب نروح بقى حاجاتنا النهاردة نروح حاجاتنا النهاردة احنا يعني هنجلي في الحلقة اشياء هتبقى بشكل مختلف هنقول النتائج بسرعة والترتيب وبعاكيان عشان معنا تقريب محترم يعني عشوف الاداف الاول؟ يلا بينا طب يقول نتائج طبعا مجموعة السعيد طبعا ببارك نادي اسوان طبعا الفوز الفوز على نادي ديروت واحد صفر بكادة كابتن احمد مصفى بيبو بانسويف بتفوز على بطرول اسويت اتنين واحد تيلفونات بانسويف بتفوز على الانامونين اتنين واحد ملاوي في مسابقة الهروب من القعب يفوز على مركز شباب طومية في مركز شباب طومية واحد صفر ده اللي بيضربه نادرستيد وقدم استقلته ومشه واللي ماسك بديله ديوية الماتش اللي فات كابتن فقود سلام اللي هو كان في المقصة اه والله يعني فقود سلام الباكلفت رحل كابتن نادرس هو كان اصلا مع كان مستسمر اساس وكان فقود سلامة في جهز قدم استقلته المقصة لا لا هو لسه في منفسه في الوبوت طبعا الباداري وكيمة اسوان طبعا والنتيجة دي طبعا ادت الحقية الاسوان للصعود بالتعادل سفر سفر. كما اسوان في مركز التاني. في مركز السهاج طبعا بيفوز على المدينة المنورة اتنين واحد بكده الكابتن شديد انه وبعد رحيل الكابتن ضياء الزعيم. انا والفيوم تاتا تلاتة. نروح لمجموعة الكاهرة. التلسانة بيتعادل مع المصاري للتصلاة واحد واحد. القناة بيفوز على. ده ده كده ترتيب بس الاول. ده ترتيب الاول. اسوان اتنين وستين. وكما اسوان تمانية وارباين. وكده المتشاط اللي باقية. اه ما ما تخليش كما اسوان يصل. فكده اسوان رسميا في الدورة الممتازة. بالزبط كده. وفي الصراع الهبوط يا كابتن بس يا الانجرسي رائعا كده. عندنا مسلا في مجموعة السعيد كده البداري بصفة بصفة يعني رسمية هبط لدورة الدرجة التالتة. هو وانا. عندك دلوقتي المنافسة بالملاوي اه ستة عشرين بونت. تفسوهاك تسعة عشرين بونت. الاعلاميين اه تسعة عشرين بونت. اه بني سويف تسعة عشرين بونت. دا يروت تتنين وتتين بونت. بس كده التامية لأ. التامية مش في المنافسة خلاص. طي. طامية تلاتة وتلاتين. تمية تلاتة وتلاتين. بس يا بعيدة يعني. بعيدة خلاص هو فيه فرقتين نزله وفيه وفيه فرقتين هينزله مع الفرقتين صح? اهو ماربع فرقة اللي بنزله. اربعة اللي بنزله اه. تمام. نش. نروح لنتاج مجموعة القاهرة. اترسانة والاتصالات واحد واحد. القناة اهو بالبيس واحد صف. السكة الحديد بيخسر على الارضه من بورتو السويس اه تلاتة واحد. منتخب السويس بيتعادل مع الداخلية صف صف. بورفؤاد بيخسر على الارضه من الانتاج الحرب اتنين واحد. بترجيت بيتعادل مع زد اف سي صف. صف. النصر بيفوز على بنها في بنها اتنون صف. ودي دجلة بيفوز على المريخ اتنين واحد. كترتيب المجموعة ديها طبعا في الصدارة كده وصعد بصفة رسمية داخلية في المركز الاول برصيد ستين نقطة. بترجيت في المركز التاني برصيد تمانية والهربعين نقطة. نيجي في السراع الهبوط من روجة نصر الشخصيال اللي اربعة اللي تأكدوا بوتهم. بنها تأكد هبوته. بالبيس تأكدوا هبوته وبورفؤادة تأكدوا هبوته. المريخ. برصيد اتنين وعشرين. اتنين وعشرين بنت. بين وبين النص اللي في المركز الخامس من تحت. اه تمانية بنت. انت بتكان في اتنين وعشرين بنت كبتين وتلات م challenging. واله ارافار ده مريخ hintان كان في يوم الايام deixال اخرها ابراهيم عد للنجم برامدز رايح من من المريخ للأسيط. المليون جنيه. ابراهيم عدل نجم برامدز. اه. رايح من المريخ للبرامدو المليون جنيه. بالضبط. بالضبط. بلديهت المحلة. بلديهت المحلة. بتفوز على كفر الشيخ 100. طبعا المنصورة بيفوز على دامنهور. paso tak. الح wavelength. الحرس بيفوز على الكلمبي 21 وبيقترب من السوعات بصفة رسمية. بيفوز على الزرق خمسة واحد. الديكنس والمجد واحد واحد. الحمام بيفوز على بقول اسمية عشين يخلع من صراع الهبوط واحد صف. بيونيرز وصيد المحل خمسة صف. المصر للسلوم والرجاء آآ طبعا نتيجة كبيرة جدا واعتقد اكبر آآ فوز آآ. الرجاء كله ناشئين. ناشئين آآ. آآ آآ سبعة صف. آآ ترتيب المجموعة ديها طبعا آآ الحرس الحدود في المركز ببرسيد تتة وخمسين آآ نقطة. آآ آآ اللي هم بآآ حرس الحدود ببرسيد سبعة وخمسين نقطة. اللي هم ببرسيد تسعة وخمسين والمدش تحسب له. بالزبط كستة وخمسين نقطة. بستة وخمسين نقطة. والآ والفرقة تتسعة وعربين ففرقة سبعة نقطة.ا آآ في السراع الهبوط اكد هبوط الرجاء وسيد المحلة آآ والزرقة. آآ ده منهور بتتكلم في ستة وعشرين بونت الفرق بينها بتلعب هي والحمام على سراع الهبوط الحمام تلاتين بونت الحمام من المطشي جاي خارج للرجاء مطشي عائلي خلاص اه هيكسب وعنده مش خير عائلي كمان الرجاء اه اي فريب يكسبه ده منهور هيلعب الابويل الاسمدة فابويل الاسمدة فمطشي صعب جدا فحتى لو اه ده كسب وده كسب ايفضل الفرق اربعة اربعة منت وبقى تلات مطشي يعني اه يعني ده منهور بقاءها صعب بالزبط نروح نشوف اهداف المجموعات ونرجع تاني نروح لاهداف مجموعات التلاتة يلا بينا ده مطش ايه ده ده كاتبين كل حاجة يعني اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 الميزة في الموضوع كابتن واللي عايزة وجهة رسالة للمجلس إدارة الأندية اللي كل من هو مجلس إدارة بيعمل استقرار فني للنادي اللي هو موجود فيه يعني انت بتكامل تلات أنديات اللي ساعده السنة دي مين اللي مساكم النهار دا أحمد مصطفى بيبو دا نزل من نادي أسوان دربهم آخر ست مطشاط مدير فني في الدولة الممتاز هبط نادي أسوان حافز على كانت بتاع الفرق اللي معاه ماشى اللعبة اللي عايزة تمشي جاء بحوالي ستكتب حوالي 7-8 لعيبة خلاص عمل مصطفى محترم النهار دا أسوان رجع تاني الدولة الممتاز هو نفس الموضوع كابت سادي هفك أول مرة تحصل في التاريخ بالضبط إن أسوان ينزل ويطلع تاني سنة عمصور ما حصلتش قبل كده أسوان أصلا تأسس 1930 لعب أول مرة دولة الممتاز 1990 من 1990 لحد 2022 11 مرة اللعب فيه دولة الممتاز أول مرة ينزل ويطلع على طول بتتكلمة كابتن جهاز فني من أسوان تدعيم محترم مجلس إدارة كان السابق الأديم قبل ما يجي الانتخابات المجلس الجديد المجلس الجديد جاء كمل على المجلس الأديم بصفقات محترمة أما كاستيل وإحمد خالد وإحمد عبرازي أوميدو وجمال جابو أعرة فعملوا استقرار فني محترم النهار دا بنشوف أسوان يرجعتين الدولة الممتاز وأسوان فرقة محترمة ومحافظة فعلا يعني تحس ليه قريبة من بس الدوري صعب بالنسبة لها السنة الجاية لو ما دعموش بطريقة محترمة وعمل فرقة تقيلة كان في الدور الممتاز السنة اللي قبل اللي فات كان فاهم استثمر هم هم جاية بيدورهم فهو لازم يدورهم على المستثمر فعلا ودوروا على كمان الرجال الأعمال الأخنياء في الصعيد يعني هم كتير مش قليلين خلي بقى أسوان كان المسافات وكده غالبا أسوان ما يلعب السنة الجاية في الدور الممتاز غالبا يعني هيختار مكان في الكاهرة يتمرن فيه ولعب فيه ماتشاته وباقي يسافر على الماتش يلعب على الماتش ورجع تاني تمام نروح لاحتفالية مباراة أسوان أسوان ودايروت ودايروت وفوزها وتعادل كيمة أسوان فرسميا عرفوا بعد المباراة ان هم صعدوا رسميا للدور الممتاز يلا بنا المباراة النهاردة كانت عصيبة شوية انت عارف علينا ضغط بالرغم من الفرق النقطة الكبير بس العيبة عندها اصرار ان هي تخلص من بدري مش عايزين العملية طول كان الشيط الأولاني الحمد لله جبنا جون في أوروبا ساعة بس اللعبة مضغوطة ما كانتش في الحالة المزبوطة الجو النهاردة كان صعب جدا الشيط التاني مع الحمد لله الحمد لله ربنا وفقنا في التغييرات امتلكنا الشيط التاني كله ضيعنا فرص كتيرة عشان الإخلاص والتفاني اللي لعبة فيه النهاردة وتعبه النتيجة التانية كانت في صلاحنا نتيجة كيمة والبداري وإحنا كسدنا طبعا خلصنا كل حاجة النهاردة فبحمد ربنا سبحانه وتعالى على توفيقه وبشكر اللعبة جدا وبنهدي الفوز ده للجمير أسوان نقول ألف ألف مبروك لجمير أسوان كلها ولعبتها وجهازها الفني ومجلس إدارة سواء المجلس إدارة اللي فات أو اللي موجود حاليا كله شارك في الصعود كل المنظومة للجهاز الإداري وجهاز الطبي والعمال وعمال النادي كل الناس شاركت في الصعود حتى وانتوا برضو الجانب الإعلامي برضو مشارك في صعود النادي نقول ألف 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 مبروك لمنظومة ككاملة يعني إن شاء الله مدلله هو المجموعة السعيد هو الصعب فيها مسافة التنقل ما بين حوالي أكتر من 700-800 كيلو فده ده ده من أكبر الصعبات وفي ملعب في المجموعة مش كويسة دي برضو صعبات حبلتنا وبردو الحتة برضو الحتة المالية على طول كانت ملازمة معانا برضو الصعبات المالية الحمد لله طبعا على الصعود النهاردة أكيد الأمور تبقى مختلفة أنت لما تكون لعب وبتسعد مع النادي غير لما تكون مدرب أكيد فرحة المدرب تبقى فرحة أكبر لأنك أنت بتكون مضغوط أكتر الدغوطات أكتر التحديات أكتر أنت ومدرب أنت ولعب بتكون مركز أنك أنت بتعمل إنجاز لنفسك إنما لما تكون مدرب لا أنت بتكون بتعمل بتكون مسؤولة عن ثلاثين لعيب مش مش نفسك بس الحمد لله على الصعود وبنهدي طبعا الصعود لجماهير أسوان الوفية وكل الناس اللي ساعدتنا ودعمتنا كأبناء النادي نحن نسعد للدغوة الممتاز والله في البداية أنا أشكر ربنا طبعا وبقول الحمد لله على الصعود ودي نعمة كبيرة من ربنا يعني وبهد السعود ده للجمهور ندى أسوان والمجلس إدارة اللي كان قبل كده ومجلس إدارة الجديد وبارك لشعب أسوان كله بالصعود وده تعب سنة كاملة ربنا كلل تعبنا الحمد لله بالصعود وإن شاء الله بإذن الله في الدور الممتاز أسوان هيكمل يعني مش هيننزل بسهولة بإذن الله ومش هنكمل في الدور الممتاز وده تعب يعني ربنا كلل تعبنا تعبنا السنة دي يعني مع جهاز فني محترم ولعيبة خامة لعيبة محترمة جدا فببارك لشعب أسوان والف مبروك وهم يستهلوا كده يعني بصراحة دي أقل حاجة نقدمها الجمهور أسوان ألف مليون مبروك لنادي أسوان والجماهير أسوان الوفية وأنا بسعيد جدا بصعود أي فريق شعبي بيمتلك شعبية وأسوان محافظة عريقة وكبيرة ويا ما طلعت لنا لعيبة فطاحل في كرة القدم يكفي شيكبالة من أسوان نروح للداخلية نبدأ طبعا للداخلية طبعا الاستقرار اللي أنا كنت يسألوا أتكلم فيه من شوية في جهاز طبعا اللي هو عثمان طبعا استكتب كابتن سيد عيد تخصص صعود سعد مرتين بالنصر القاهري من الممتاز بالدوري الممتاز كابت سيد عيد من المدربين اللي عندهم شخصية بيحب الانضباط وصل دمع مؤسسة محترمة قدر يسعد بحافظ على كهان لعيبة الداخلية استكتب بعض اللعيبة المحترمة النهاردة بنشوف نادي الداخلية بيقود تاني للدور الممتاز بعد سنتين معاناة كل سنة بيحاول يسعد بيطلع تاني في نهاية المجموعة فأنا طبعا من خلال بنمك حراك بنبارك لنادي الداخلية وبنبارك لكابت سيد عيد كل لعيبة الداخلية على موسم أكتر من راعبينه في نهاية الموسم الصعود قبل نهاية البطولة ومعاهم يبقى معاهم ودي دجلة ومعاهم الإنتاج الحربي ومعاهم زد ومعاهم بورتو السويس ومعاهم منتخب السويس ومعاهم معموت اه اه والقناة والقناة والترسانة والسكة الحديد يعني مشات تقيلة أعتقد طبعا يعني هو موسم أكتر من راعب الداخلية ويستهله الصعود صحيح مصريات التصلاة عندنا في مجموعة القاهرة دي بتاع مثلا اتصل لعب دوره ممتاز المريخ لعب دوره ممتاز اه الانتاج لعب دوره ممتاز ودي دجلة الدخلية اه بورتروجيت ترسانة اه السكة دوره ممتاز دوره ممتاز السكة يعني كل دور سويس يعني كل دور سويس يعني هتستسني هتستسني بورتو السويس بينها اه بالبيس اه هم بورفؤاد بورفؤاد هرش لعب دوره ممتاز ولا بورفؤاد المريخ لعب دوره ممتاز بالزبط كده نطلع لفرحة الدخلية بالفوز والتأهل رسميا لدورة الممتازة. يلا بنا. والله الحمد لله هو يعني هي هي فرقة طبعا من قبل ما ناجي بتنافس بقالها موسمين غير الموسم دوت. وعندها قوام كويس جدا وهي هي مؤسسة منضبطة. وانا من خلال رؤيتي يعني انا شفت ان التغيير بعد نادي النصر طبعا فترة كبيرة اول تغيير اللي هي الداخلية انا شفت ان الداخلية مناسب جدا ليا لانا بحب الانضباط وبحب الالتزام وبحب اللعيبة اللي عندها رغبة وعندها طموح. انا شفت ده في لعبة الداخلية وانا بلعب ضدهم وانا في نظر نصر. اه لما جيت هنا الحمد لله الليت يعني كل اللي انا كنت شايفه يعني لقيته مع مع اللعيبة. الادارة بتاعتنا مضبطة جدا بتنعكس علينا كجهاز بتنعكس على اللعيبة. هو ده اللي بيوصلنا للنتيجة ديت. احنا مش زي اي نادي. احنا اللعيب عندنا اه عندها التزام غير عادي. في 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 الاداء نفسه. في الالتزامات اللي عليه بره الملعب وجوه الملعب. احنا متابعين لعباتنا ومعظمهم مغتربين. ومتابعينهم كويس جدا. مش زي بقيت اللعيبة اللي موجودة. كلموا معي من شهرين. انا اجلت كل حاجة. قلت الصعود الرسمي. بعد الصعود الرسمي. في خلال الفترة دي طبعا بصراحة يعني فيه اندية كبيرة. كلمت معي. برضو نفس الكلام ما عادش مع اي حد خالص. وهم يعني احترموا الرغبة ديت. وقلنا نسعد رسمي ابتدي اقعد مع مع كل الناس ان شاء الله. نسعد الحمد الله وربنا كرمنا بالبيدة من زمان. بس الحمد الله نتيجة هلوة وكويسة. ومعنا نجاز مختلف ومدير فان كلهم مختلفين. عشان كده سجع المكويس وطيبنا كتير. الحمد الله ربنا كرم دي. طب الرحلة الصعود دي رحلة صعبة جدا. احنا بقلنا سنتين ودي التالتة. بقلنا سنتين من فنش تاني. فااااااااا كنا خدنا كرار ان السند اللي لازم تبقى هي اخر سنة في الدرجة التانية. والحمد لله يعني اهم كابتن سيد عيد جيو. هو عمل حاجة جوانا اللي هو قدر يزرع جوه شخصية الداخلية. او لعبة الداخلية اللي هو تبقى انت البطل. شخصية البطل دي فرقت معنا كتير في المشوار اللي هو من الاول السنة طبعا لان انت كل اللي بيلعبك دلوقتي هو شاف قدين عندك شخصية البطر بقى انا شهر ما لعبناش كان في فضل التوقف واحنا كنا بعد اي فضل التوقف فعن كان بيبقى بنتجى عادانا مش اللي هو الدوري السنة دي اول سنة من 15 سنة من الاول ما كنت بلعه وبقيت مدرب دلوقتي بقى لي سنتين اول سنة يبقى الدوري بالشراصة دي والصعوبة دي اللي وجدتنا السنة دي بس طبعا الامكانيات بتاعت النادي واسم النادي والخبرات اللي موجودة عند الكابتن سيد عيد طبعا لان هو صعد قبل كده بالنصر سنتين كانت امكانياتنا النصر قليلة جدا فاحنا لما صعدنا سنتين فالكابتن سيد عنده الطموح وعنده الشخصية المدير الفني اللي بيعرف يصعد فرق مبروك لللوع عثمان دسوقي رئيس نادي الدخلية مبروك للكابتن سيد عيد كان زميل ملاعب وكان لعب مميز جدا ومنضبط جدا ومبروك تالت مرة يصعد بفريق للدوري المتسعد بالنصر مرتين قبل كده واعتقد المرة الثالثة اللي بيصعد كان مسك الدخلية السنة الفاتت اخر سبع مطشاط وبدأ معهم هذا الموسم الف مليون مبروك ونخش على المجموعة الثالثة مجموعة ده بقى المنافسة الحقيقية بقى المنافسة الحقيقية طبعا لان كده كده الدخلية فرق النقط والاسم فرق النقط لكن كان المنافسة حرس وولومبي وإحنا قلنا المشكلة بتاعت حرس وولومبي والكلام فيها في بداية الحلقة ببارك طبعا للكابتل محمد ميكي تولى المسئولية بعد رحيل الكابتل محمد حالين كان معاه في الجهاز بشكر مجلس دارة حرس الحدود اللي هي استقرت على مدر موجود في الجهاز وعارف الفرقة وعارف اللعبة اللي موجودة ودعمت الفرقة في شهر يناير وقال لهم مبروك فوز مهم على المنافس بتاعك بيقربك بشكل كبير جدا خاصة حرس المطش جي عنده مطش الزرقة اعتقد مطش بيقربه كتير جدا من الفوز فبارك لعبة الحرس ببارك لمجلس دارة حرس الحدود ببارك لكابتل محمد ميكي ونروح نشوف تقرير الولومبي والحرس والهداف بتاعت المطش يالله بينا يالله بينا مطش كان الولمبيك اشتركوا في القناة الله يبارك فيك طبعا والموارنة طبعا الحمد لله مطش صعب جدا فرقة كبيرة ومع جهز محترم بشكر اللعبة بشكل كبير جدا على الالتزام وعلى الروح مطش كان مهم كنا محتاجين المكسب عشان اللعبة ترجع الله سيقطه في نفسها تاني انك تكسب الولومبي على ما لعبه في الوقت المؤثر ده ده حاجة مهمة جدا وحاجة بشكر اللعبة عليها الحمد لله احنا كنا جايين نلعب على المكسب قلنا لو ما حصلش كنا نطلع تعادل ما كانش فيه مشكلة بالنسبان بس احنا طلعين عايزين نلعب على المكسب والحمد لله ربنا حقا هون الحمد لله في توقيت كويس جدا الحمد لله رب العام طبيعي الولومبي طبيعي كان هنزل يهاجم ده لانه وبيلعب على الفرصة زي ما قلنا الفرصة بتاع المكسب فقلنا اللعبة نحاول نعدي اول عشر او ربع ساعة لو ما جبناش ما نستقبلش لكن استقبلنا فبس بعد كلا بعد حوالي 12 او 15 دقيقة الحمد لله كنا نلعب بشكل كويس جدا 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 ده خاننا بنشطين وان اللعبة لازم تهدى لو هدين هنقدر هنقدر نحن نعوض والحمد لله التوقيت اللي احنا جبنا في الجون في شوت التاني توقيت كويس جدا احنا تعبنا من اول السنة وكلنا رجالة ولعبة رجالة في الماتشاة الصعبة دي اللي هي لك اجيبك انت طبع في الماتشاة الصعبة دي رجالة الحرس ادى وقدود مش انا اللي جبت الجون احنا 33 لعيب بجهاز بادارة كلنا يعني احنا كلنا تعبنا عشان نوصل لحاجة زي كده وربنا يكملها لنا ان شاء الله بالصعود بإذن الله طبعا براحب بيكو الحمد لله طبعا نفوز النهاردة مهم جدا بالنسبة لنا يقربنا خطوة يعني كبيرة جدا للصعاد اللي الداره امتاز لان دي الحرس مؤسسة كبيرة ونادي كبيرة عنده بطولات يعني برضو عاد فترة مش قلالة في الدوري في الدرجة التانية الحمد لله النهاردة طبعا اللعابة كلها كانت رجالة وموتوا نفسهم الناس اللي نزلت والناس اللي كانت موجودة والجهاز الفني وتعب شهر كامل رمضان الحمد لله ده اهم حاجة الحمد لله ربنا ردنا بالتلاتة بلد مبروك للحرس ومبروك لكابتن محمد ميكي والجهاز الفني بالكامل والرئيس نادي حرس الحدود وهرد لك نادي الأولمبيا بمناسبة المباركة فهبارك بس الفرق السريعة كده صعدت من الدرجة الثالثة للدور الممتسبة ببارك طبعا للنصر التعليم في الصعيد شبان إنا أسمنت أسيوت لفينا طبعا الفريق الوافق الجديد طبعا الحجة محمد الأسيوتي مستقبل وطن صعد للدور الممتسبة العبور كارابة إسماعيلية نابرو طنطة جمهوريت شيبين طبعا محافظة كبيرة بروكسي وورك هلال مطروح الاتناشة في دور صعدوا لدور الممتسبة نروح للفيديو سريع كده طبعا لحظة وفاء من الكابتن حسان عبعال طبعا المدير الفني اللي تكنس كان فيه مبارا بن المجد وتكنس بيلعبه بعد الكابتن كارام جابر المدير الفني للمجد السكنداري والكابتن حسان عبعال نبص الفيديو كان بيعمله مع بعض يالله بينا ربنا كريم وانا بشكر العيبة واشكر ناس كلاك وانا بشكر يا كابتن والان عزين بشكرك حبيل يا تبسان وطبعا يعني المطش حلو قوي وانا اقابل الكابتن حسان فدي ادنى حاجة هاول ايه سيبكم المبارا بقى كابتن كرم ده بعد ربنا في الكورة لي فضل وخير عليا لا ده كابتن حسان كابتن كرم كان تبتيني احنا لعبنا اربع سنة غزل محلة يعني من احسن بحسن انت حياتنا ازا كانت الكورة ازا كانت برا الكورة اول مطش ايه بلعب كابتن كبير انا كنت هشتغل معهم درب السنة دي اولها والسنة اللي فاتت يا حسن ما سمعش كلامه حسن بس والله والله الاتنين كانوا لعبا كبار طبعا حسان كان لعبا وانا عصرتهم يعني على فكرة لا رو شوف فيها الدنيا بس ايه بس ايه الروح الجميلة دي بالزبط يعني كان بلعبوا بعض ده بلا وخلص واحد واحد وكان مبرافت كنس حسن مع بعالي طبعا من الشخصات المحترمة جدا جدا ولاحظت وفاء يعني لا في الزمالك على فكرة ومعندوش مشكلة يعني في الفيديو كمان انا كنت هشتغل معاك مساعد ولو طالي انا هشتغل معاك مساعد كمان معندوش مشكلة خالص ده طبعا ده راجل راحه جميلة دي كيرنس وكان مين والمجد السكندري طبعا كبتن كربسك بعد رحيل بعد رحيل الله يرحمه نروح للقطة طريفة كده كتماطش مركز شباب باسيون والنجم المصري في ترقي الدرجة الرابعة في الغربية طبعا هنشوف لقطة بالصوت والصورة دي ضرب الجزاء ضعت من مركز شباب باسيون خلاص هتتردد يا كابتن كورنر الفرقة التانية لنجم المصري هتاخد الكورة بص يا كابتن الترائف هاخد الكورة طبعا انا بشكر المصور عمري فرغيلي طبعا اللي عمل لنا الفيديو المحترم دوت بص كورة خرجت من العرضة ضرب الجزاء تروح له يا كابتن بص دفلت النجم المصري برأس الجون والجون فاضي يجب افن في العرضة ياما هارس لو الصوت بقى يا كابتن معلاش في الحتة دي الصوت بس يعل الصوت في الحتة دي بعد اذنك كالراجل المدير الفني اغم عليه اللي بعد ما ضاع الفرصة دي اسمع بقى هيولي اسمع بقى المدير الفني يوم يوم لي هيومه و هو اغم عليه شوف يا كابتن بقى يوم من عرض لا يسمع بس يا كاتل معايش سانية. والله عليكم فعال مدربين. يسمع بقى بش. موتني يا لأ. قال له موتني يا لأ موتني يا لأ. خلاص يا جلوها. عدوهالي تاني الفيديو ده معلاش. ده ده يعني ضرب الجزاء تصدد. تصدد لفرق المنافسة. وعلى فكرة ده اللعيبة كلها دخلت التمنتاشر. لو في فار. انا بالتالي اللعيبة كلها دخلت التمنتاشر المفروض يتعاد. بس دخل دخل قبل ما يشوت. وبعد كده رحمة اللهها. وبعد كده اتردت مفروض تبقى جون بقى. ده طيب فردت لقى ورقس الجون وقام راح اجابها في العرضة. شوف بقى المديري فن اه. قال له موتني يا لأ. موتني يا لأ. ما هو بصراحة. يا موته. يا بس الكرة يا جماعة ما تضيعش ابدا. خلاص راح ومشيت معاها. ده رقس الجون كمان يا كاتل. بس اه. خلاص يا جون فاضي اه. يا مهرب يض. ده طرقف معجائب دي. نروح للراجل ما دي عيني. مدربها لك موتني يا لأ. موتني يا لأ. طبعا بشكر المشور. سأنا نسمحها تاني. نسمحها تاني وعادة ابوك عشان نسمحها موتني يا لأ تاني والنبي. هم? عفقة دي قديم انا شفتها قبل جده بس. دي كانت من من ثلاث اسباح وشهر كان في ترق الدرجة قبل رمضان عادة درجة الرابعة. بالزبط بالزبط. معاكم موتني يا لأ ولا خلاص? يلا هنسمحها يلا. موتني يا لأ. موتني يا لأ. هااااااا. والله ده ابو خمي. تمام. مرحة اللي تاني. طبعا انا برضو كنتم مهتمة يعني احنا بنجيب لوطات من كل حتة يعني. اها. اه. الدورات رمضانية السنينية دي طبعا شكلها حلو جميل. حكي. عملوا فار وعملوا كبينة تعليقة على عربيات اه. فدورة رمضانية. و اه وودجابوا اسعاف يخش الملعب فنشوف الاسعاف بالطريقة اللي هي زي ما قلتها لا يا راجل بص عربية ده فين ديها فين ديها دي دي كانت في 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 دي دي كاريا يعني دي كاريا كاريا اسمها كفر الصلحات بص كابتن اه عربية قرروا لا والله بص داخل وجابه ده بولك ايه ده انا علقت على دور المزاريتة في الكبير قوي بص ما هو بص او انا كانوا جايبين اسعاف كده برضو بص بدور المزاريتة ده انا هتشوف في حواريك اسعاف تاني يا كابتن ده جابوا بص وجابه النقالة وحطوها والراجل اللي بيست اصفر هو تهالي كبير اللي بتاع الاسعاف ده بقى ده ده كان في في الحمام في مطروح ده ده برضو اسعاف تاني لا ما تنظر جايبيني البراويطة البراويطة ودخلينها البراويطة اني بتاعت الزرع باي بتاعت الزرع باي بتاعت الزرع بلحط فيها اللي جيلة ويشير الراجل عالبراويطة ويطلعوا برا بس اخد بالك دوئة من غير محد يلمسو بالضبط انا لا هي فكرة كومودية يعني والله والله يا العزيز الشعب البصري ده ملوح حل اكسب بالله الشعب البصري ده ملوح حل بجيب اخلاتة قبل ما نروح للصور سريعا يالله بجيب اخلاتة بص يا كابتن في نهاي دورة في كفر الصلحات اه فالنهائي انا بنشوف النهائيات في اي دورة في العالم اه دي فكرة الصور لا لا بسيبك باطصور بلاولتين لا نخش على اخر فيديو يا جماعة اخر فيديو fitness ايه اخر فيديو فريق بلعب فريق في نهاية الدورة الدورة رمضانية فاعايزين يعملين تكريم اه ده دخل ببلدوزر شعب اللي الفرقة دي الفوق وって دخل ببلدوزر شعب اللي بص دي المنصة بص يا كابتن لا والله و البلدوزر كابتن هيدتان هيقابل فرقتين وهيخش علي المنصة تكريما ولفرق قعدة فوق يعني بلدوزر شهر اللعيبة والتاني بلدوزر شهر اللعيبة ده في نهاية كفر الصالحات في الدهلية وسواريخ ونار يا رب يا رب يا ده جماعة والله العظيم احنا شعب جميلة شعب جميلة وده مخفيف اكسب بالله بس يا كابتن ودخلوا الاتنين بلدوزرين هيتقابلوا في النص بقى البردوزرين في النص ودخلين على المنصة بقى لحزة التدويق تسليم الميداليات بقى بالزبط كده هوا نروح عالصور سريعا عالصور دمي دي يلا دي يا كابتن ماتش المجد المجد اللي فات دوت والتكنس قطة كانت بتشارك اللعبة على المباراة تمام نروح للصورة اللي بعد كده دوت يا كابتن طبعا جمهور اللومبي اسناء المباراة طبعا ساب المباراة طبعا وقدة فريدة العصة طبعا شيء محترم تمام كبارا جمهور اللومبي دي استرس معانا يا رب ديلو باللغة النوبية ده جمهور اسوان بمعنى استرها معانا يا رب استرس معانا يا رب يعني استرها معانا يا رب باللغة النوبية باللغة النوبية في اسوان خلاص كده يلا سريعا بجد يا كابتن عايزك طريق شاكر دوت من الناس المعدين الشاطرين جدا اللي تعبان معانا في الفقرة ديت انا بشكره شكرا جزيلا شكرا يا طريق شاكر سمر حسين عبنابي النادي عمر الخطاب احمد رجب محمد سعد محمد جمال طبعا المصور الرائع مصطفى هلا شحمد تيتو احمد عب محسن واقل عزة المصور الرائع نادى شوق اللي تابت معاه في اعداد الفقرة خالد حسان المصور عمر فرغالي اللي عمل اللقطة بتاعت هتموتني اسلام عبدايم جمال مجل طبعا اللي عمل تارير الاسوان المحترم واخيرا محمود مختار فوالة اللي انا عايز اقوله البقاء لله طبعا فوالدته والدته طبعا مختار فوالده صديقي والمصور تاريخي والله يرحم زوجته طبعا ووالده محمود طبعا ربنا يرجع الجنة مكانها يا رب شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لإسلام مجاهة شكرا جزيلا لكل جمهورنا المحترم وشكرا لكل الزمالكوية اللي بيحبونا بيتفرجوا علينا في قناة الزمالك وفي برنامج زمالكوي بكرة حلقة جديدة تصبحوا على ألف مليون خير